سنة 1998 بوبوركي نفاسه مع المنتخب الوطني وتألق وجعل من حسام حسن هدافا للبطولة حقق حازم إمام العديد من الإنجازات على المستوى الشخصي وأحرز أهداف حاسمة بمهارات فائقة وكان أول لاعب مصري يخبط على الملائب الإيطالية بعدما انتقل إلى نادي أودي نيزي في صيف 1996 بعد أن تم اختياره كأفضل صانع العاب في إفريقيا ونجح في الفوز بمصابقة أفضل مهارات في العالم التي أقيمت في لندن برعاية شركة بيبسي العالمية بعد أن تفوق على العديد من النجوم أمثال بيكهام وكارلوس وريفالدو وفيرون حازم إمام تاريخه مشرف لعب أكثر من 87 مباراة دولية خلال عشر سنوات وأحرز في مشواره الدولي مع المنتخب الأول 15 هدفا أما على مستوى المحلي فنجح السعلم الصغير مع نادي الزمالك في تسجيل 32 هدفا بالدوري وستة أهداف ببطولة جأس مصر واثناشر هدفا بالبطولات الإفريقية أجمع عليه كل عشاق الكرة المصرية دخل مجال الإدارة ونجح في انتخابات نادي الزمالك بأعلى نصب أصوات في تاريخ النادي حتى الآن ودخل مجال الإعلام وأصبح له رواب وأخيرا دخل مجال الإدارة الفنية والتدريب ولكنه لم يحصل على فرصته كاملة إنه معشوق الجماهير كرويا وإداريا وإعلاميا السعلم الصغير حازم بجعنا لكم مرة تانية ومعنا نجم النجوم ومعشوق الجماهير المبراطور الكورة المصرية كابتن حازم يماني أعيل كده إزاك يا جيمس إزاك يا حبيبي ومبروك على البرنامج الجميل ودايما متفوق إن شاء الله بالذل أشكرك أشكرك إعدادك المحترم على المقدمة الرائعة دي ألا حاجة كابتن أنت تستاهدك أكثر فيها يا جيمس إن شاء الله هتبقى منافس قوي يعني نفسنا في الملعب وتنفسنا في الإعلام نعم ببسط لما بلاقي زميلنا في الكورة يبقى في الإعلام الرياضي لأن إحنا محتاجين دايماً لناس كويسة والناس اللعيبة إنها تشتغل في الرياضة أو تشتغل في الإعلام إنها توجه الناس للعب يا جمال برضو غير اللي مارس غير اللي مارسش واللي شاف غير اللي ما شافش وبالتالي أعتقد إن شاء الله هتقدمها حاجة جديدة إن شاء الله ربنا خليك أتحزم ودي يعني أقل حاجة ممكن نقدمها لك لأن إنت يعني مش ده رأي إيه ده رأي الملايين حبيبي يا جيمس إنت جيمس إنت جيمس نجم كبير اللوك الجديد ده حبيبي عايز نبدأ منين؟ أي حاجة أنا بتاعك يعني من زمان من دوقتي من أحيان نبدأ من الفترة الأخرانية الأول وبعد كده نرجع بس كتير الفقرة الأخيرة وبعد كده نرجع بص أنا عايز لك حاجة على الفقرة الأخيرة دي سنبضوا إيه مجاة قولي بس أول حاجة المفاوضات بدأت إزاي بس وبعد كده المفاوضات إيه مع معنات زمانية بص هو ميدو اللي كان بيتكلمني يعني كل حكة عن طريق ميدو ميدو كان بيتكلمني لأ في الأول خالص أيام باكيتا قبل ما يجي باكيتا على طول ميدو في الإسماعيلي لا ميدو مشي ميشي خلاص أنا أتكلم قبل ما نجي بأشبوع كده يعني حصل إن باكيتا جيه وحصل فيه كابت محمد صاحب جيه صح؟ فاطق أب محمد صاحب دي كلمني أتشار المتضر كلمني قال لي تعالى امسك مع باكيتا مدير فني باكيتا وحضرت مدارة بعض فاعتظرت يعني قلت له فان ما أنا ما عرفش الراجل والأجنبي مش أبي أخذ علي وأنا عمري اشتغلت الشغال دي لازم أشتغل مع حد يكون أعرفني عشان أعرف أشتغل وابق أنا بدي لي مساحة ودي مساحة ودي أول مرة أشتغل فلازم أنا أحد أخذ عليه وعرفني عشان أعرف أشتغل يعني فقال لي خلاص فجيه بعدين أسبوعك بتاعة أربعة أيام أنا قلت في لندن ساعت كلمني ميدو قال لي فيه كذا 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 تمسك فريس جهاز وتشتغل معي مداربة عام أنا قلت عادي بأتكلم مع ميدو عطول إحنا بنتكلم يعني عايز أشتغل شغلنا دي وعايز أنزل ملعب فهو كان عنده يعني الخلفية فقال لينا تاعة أربعة أيام كده بشكل كبير يعني وبعد ما أكيد كلموني في مجلسط دارة أحمد المفتدر وبتاعه وخلاص يعني وستغلت بقى ودخلت يعني أنا كنت تحرر بموضوع يعني بس ميدو هو اللي قاعد يعني إيه ميدو قول فكر عندي قول فكر عندي وقال لي خلاص قال لي باكيتا ماشي لو خسر المطس هتعادل همسك فأريد تيجي معايا والأسف باكيتا يعني تعادل تريبا المطس بس قبل باكيتا ما ييجي اتقال اسم الكاتن حزم المامل انه جاي مدير فن في فترة كده صح دي قبل باكيتا عرض عليك رسمي ولا اتكلم معايا ناس فيها بس مش مجلس إدارة يعني ممكن اتنين تلاتة فيهم بس بصفة شخصية يعني يعني رأيك إيه ما احنا بدلا ما نجيب كنا من ساعة عادين عشان الموضوع كنا ساعة عادين عشان الموضوع نجيب مديرب أجنب كنت انا خدوني كده في اللاجنة دي فهما بيكلموا وعرضوا علي كده فانا تخضيت يعني مش مكنش منت إخوانا يعني لقيت الموضوع صعب؟ مش صعب بس انا مكنش في دماغي سعيت هالكلام يعني وبعين اعاد تلاتة اربعة يوم وبعين وتهم انا موافهم عنديش مشكلة يعني لو لو انتم ملاقيتش حد أجنبي انا ممكن اكون بس انت كنت معترض على باكيتة في الاختيارات؟ مش معترض انا ما عرفوش بس كنت شايف كان في كذا اسم تاني لا يعني قصد كان في سفيهات أقوى انا ما اخترتش باكيتة في كان في خمسة معانا كلهم اختار باكيتة انا ما اخترتوش وبعدين جي ميدو بس ما ما حصل لا انا اقول لك عالي ده انه هو بقى تكلمني وقال لي حيحصل كذا تعالى رئيس جهاز وفي نفس الوقت تبقى مدارب عام وتشوف وتنجد هي اللغبطة بس كتنحزم الناس مش فاهمة شو اخبطة ولا حاجة هو كان مدير كورا الناس مكتش فاهمة الطايتل بتاعك هي فاهمة مفوما والله يعني انا رئيس الجهاز اللي هو بيقوم بمدير كورا وكل ما ياخذ كورة الخدم وفي نفس الوقت انا مدارب عام صلاحيات فنية مع مدارب عام ناس باكون صلاحيات فنية انا بقولك اه بصلاحيات مدارب عام صلاحيات الادارية اللي هي رئيس الجهاز طب لما دخل الكابتن اسماعيل ما دخلش الكابتن اسماعيل اه اخر ماتش ايوا اسماعيل كان اه مش اه موشف قطاعه زي كابتن زيزو كده تمام فعملوش دعابين اه هكوا لها ادارية والله ده كان عندي اعتراض عليه في اخر ماتش هو ماتش الاهل اللي اعها عليه بس كابتن اسماعيل يعني اه يعني الكلام كان بعد ماتش اسماعيل هيجي وعند معاك وعدك فابطة يعني انا شايف مالهاش معنا ما دام هو عاجل ادائي. فكان فيه اسرار. وكان هي فضل اليومين على مطش الاهلي. يعني ما ما حابتش بقى في مشكلة كبيرة اعملها. عبدالحريم علي كان شغال ايه? عبدالحريم كان مشي. لا. من البداية. عبدالحريم كان موديشون العليم. ما بص في حاجات جات كده تعملت. عبدالحريم كان موديشون كنا ماشيين كويس. هي يا كابتن حزن بس. يعني دي كانت حاجات بتتخذ عليك. ان انت رئيس الجهاز. لأ ما دي حاجات انا جيت. والناس. ما دي انا جيت. كان موجود الناس دي كلها كده. بالشكل اللي احنا عامينه. طب عبدالحريم ماشي ليه? عبدالحريم ماشي لان ادارة النادي شافت ان هو عبدالحريم كان في الاول شايف انه مالوش دور. تمام. فعقبت معه اقنعته. عبدالحريم يقول لأ انت هتبقى ليك دور وانت كنت مدير الكورة. هو كان مدير الكورة فكانت شايف ان هو بدي بيقل من نفسه شوية او بنزل نفسه. بنزل بقى مدير شوية. يعني انا وانت عبدالحريم احنا في الاخر اه يعني اللي انت هتقوله مش ممكن هيجي اقول لك لأ يعني بعد ما تعمل القرار هيقول لك لأ مش هنعمل القرار فمش هصغرك انا عبدالحريم اكيد انت بنفسه. اه فقعدنا مع المشطور المرتضى كزا مرة كده هو كان ملقلق شوية. مم. وبعدين جي مرتضى قال لا انا انا عدت مع حليم وهو واضح انه مش عايز يعني مش مش حبيبها فها فهاي جعل ناشئين تاني. فكانت مع اب حليم فخلص ونزل يعني. بس خلاص. لما لما حضراتكم دخلت بقى جوه جوه الملعب. حلو ايه. النوضوع ايه بالنسبة لك. ما كنت فرق علينا انت كما كنت تيجي شوف. لا 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 انت كمدرب بقى يعني. حزن منش الليع بحزن منش الليع بحزن من تركب التمرين. مع انت شوية. اللي هي الحاجات هيigeيه. مع اللي عائفة دي. اه. اللي هو بتركب تمرينة وبعدين مش عارف الاعداد البدني والحاجات دي. ولا لسه شوية. اه. لا البدني لا يعني. لا. يا انت دلوقتي. اتعرض عليك دلوقتي تمسك مدير فني. دلوقتي. اه. اه. هو هي المزرعة يا جمال. المدرب اللي بيعمل كل حاجة دي بيطلت في العالم كله. مفيش حد بيمسك التمرين من اي تو زي. لكن انا عاد مثلا قبل التمرين. انا عايزك تعمل لي مسلا ربع ساعة بدني فيهم مسلا فوتورك فيهم زجزاج فيهم. بس انا كمدير فني لازم ابقى لازم ابقى عارف هو بيعمل ايه ممكن يعمل. ايو من اللي هقوله. من اللي هقوله. ما اقوله. يعني قصدي اللي هي مستوى الحمل. ايو ما اقوله انا اللي هقوله. انا في الاول هنتكلم معاه هو الراجل ده دي شغلته الاحمال. ان هذا مسلا عندنا ماتش بعد اربعة ايام. فهيقولي ان هذا احمال مسلا هنعمل فوق المتوسط. اقوله ان انا عايز مسلا يبقى السفرينتات قصيرة. مش عايز حاجات طويلة. انا عايز مسلا كزا وكزا يبقى. اه الفوتورك اصرا. يا هدرك لو اتعرض عليك دلوقتي مدير فني تجاهز شغلاء. يعني. انا جايز دلوقتي حالا. حالا. دلوقتي. لا. مش اشتغل دلوقتي طبعا يعني. انا خلاص رجعت الاعلام السنة دي. شوف السنة دي خلاص. السنة دي. اه. من الموسم الجاي يعني اتعرض عليك اي نادي غير الزمالك انت موار. هده كويس يعني. ناديكم في استخرار. ناديكم في استخرار فني يا جميل. طب لو تعرض عليك الزمالك مدير فني. ما اعتقدش. ما اعتقدش. كل شيء وارد. زمالك بيتنا يعني زمالك بيتنا اكيد وارد طبعا. كل شيء وارد. عندك استعداد تاني تخوض التجربة. زمالك zeroح ما اضغطي الزمالك لا. بس انا بقولك اعتقد المدارب اللي اللي موجود ده مدارب كريس قوي. تمام. هرامي مشهوه. ما مشهوش طبعا يعني وانزلش. لا هو ما كليش. بس راجل قوي جدا. سيفي. اه. ما ينفعش يمشي. يعني انا يعني مسلا ممكن يتعادل الموصولين باية. برضو يا جمال ما. طب ما احنا جيناك سينا ربعة ما شط واربعة. ومشيناه برضو. النتائج كان حلوة جدا. تمام. فهي انت لازل تدي احساس ان الراجل ده قاعد هو مكمل. بس الناس. واللعبية تبقى عارفة ان هي مكمل. الناس كم بتقول الناس كم بتعلي شوية. تمام. بس. رحيل ابراهيم صلاح وانت موجود. انا يعني بالنسبة لان انا شخصيا يعني مش مصدقها. ما هبص برضو الكرة سيحاتها جمال فجأة. يعني انت ابراهيم راح اعرى كان فيه طارق. وفيه احمد توفيق وفيه كوفي. احمد توفيق كان موجود في الجيش. ما اسماعلي بقى ما هي بقى ما هي بقى ما هي بتحصل ايه بقى. السيناريو. ان رح طارق متعور. واحمد توفيق في الجيش. وكوفي مسلا يطرد ده كان موجود في الجيش. مثلا مضش الاسماعيل. انت الزمالك او الاهلي. عندك تلاتة في نفس المكان يا جماعي. بيلعب. بيلعب. بتعناك تلاتة. هتعمل حصدك بقى السيناريو التلاتة تضربه في بطس واحد. بيلعب على طلب بطولات ابراهيم صلاح. ايوا في مكان. بس ابراهيم صلاح مش الرابع. لا انا بقولك ان مش مضوع الرابع. مضوع ان المكان ده. مو انت بتمشي الرابع. بس هكمل حاجة. طب. المكان ده. مم. فيه تلاتة فيه اربعة بيلعبوا فيه. تمام. طارق حمد. طارق حم انا بتشوف مثلا. ان ابراهيم ممكن لو طارق مش موجود هيبقى فيه توفيق. هيلعب مطشي قدي. تمام. مش موجود هيبقى فيه كوفي هيقدي. ما ده مطشي مسلا. مش مطشي مسلا. خمس ست مطشات. مطشي مطشين ثلاثة. فانت بقى بقولك الحظ ان انت تلاتة تضربه في وقت واحد. فانت بقى الناس هتقولك ابراهيم صلاح فيين ابراهيم. انت مش انت ابراهيم صلاح. مو في اي حتة في العالم مش هيبقى انا خرب بعض الفندرات بيلعبوا. ده برضه سوق حظ غير طبيعي اللعابوا السنة الللي leggب ليها كانت احظم مين ي Smokey يعني الناس دي كلها كانوا ملعبوا بس كانت نلاقي إبراهيم اوا طارق مسلا ووتيповى يلعب الناحط اليمين وهوه دا أزدي أكتر مش فىهم قصدي يعني قاصدي اللي اتنين اللي هما كان بينما طارق إلا اما براهيم طارق حامد وبراهيم صلاح وكوفي يعني كوفي إحنا ريفينه فى ملعب مش فى هي أمتى شفته فى الستردبغ بسهو طول عمر بلعب اديفندر انت شوفته في مركز جديد لكن هو بقى له عشرة صنوية عبد الفندر انت كنت موافق على رحيل إبراهين سلام هو بص إبراهيم لعيب كويس جدا بس إبراهيم يعني هو حاس انه مش هيبقى موجود هو واخد الايحاق ده من المدير الفن اه واخد من المدير الفن هو مش موجود فابتده هو يعني يتمانمل شوية وابتده يحس ان هو بعيد الراجل يعني العيب اساسي في منتخب مصر طيب انا بقول لك طيب اللي حصل لأ يعني هو حاس ان هو فأول ما جينا قال انا عايز امشي ان هو حاس انه مش موجود وابعيب قال لك لأنا ممكن اعضل بس كان ميده فنيا شايف خلاص ان إبراهيم مش موجود في كذا وكذا وكذا ممكن يكون ده صح لغا ما دي قارات في الاخر انت بتاخد عليه كموديل فني بعد كده يعني لك انا بقول لك اللي خلى شكل مثلا ان فرح حمد مصيب والسيناريو الغريب ده اللي هو سوق حظ رائيب يعني مثلا كوفي لعب مضش اسموحة الناس قلت لك اتي هكوفي بينها عبدي الفندر ازاي لا هو اصلا ديفندر لا انا ما اقول لك بس كوفي بقاله عشر سين بيه عبديفندر اول ما افتاده يعب سردباك اللي السابة تحت للفاتت دي الناس قال لك هو انت جايب كوفي من سردباك يا عبديفندر ده ازاي دانيسي الحد هينسى يؤด عشر سين بيه عمكان او سبع سين بيه عمكان و 해서 ولما لعب سردباك الاول ما افتاده وكان كويس كنت بتاع باس حربة بتحت رسل حربة. عدت سبع سنين بتاع باس حربة وانا زوجت تحت رسل حربة. هتقولهم لا انا بقاني كتير ما لقبتش. هتاعف تدي. على قل مطش يعني. لا ده شغط. بس. فهو كان مكانش موفق في المطش ده. بزد. هو ده قصدي بقى. ماشي. هو ما قديش. طيب انت هتعمل ايه ما دي كورة يعني. لكن الطبيعي في واحد زايد واحد بيسوي اتنين ان كوفي بيعافي لعب دي فندر. بس اللي بتاعف. يعني مسلا هجيبك انت بتلعب تحت رس اللي اتاخد على ميدو في النقطة دي تحديدا ان دي تراكمات من الفترة اللي قبل كده. الله اعلم. ان هو قبل كده ما كانش عايز مام صلاح. ما كانش عايز حزم مام الصغير. ما كانش عايز. لا لا. انا مساعة ما جيت ما شفتش فرح الحاجات دي. لا. انا بكلم. لما انا جيت يعني ما شفتش بالعكس حزم كنا مستنينه يخف عشان يلعب. ما عافش يعني. ما حسيتش. يعني. ليس كل ما يقل. محاية القصة دي يا حضرات كنت موافق عشان فيه اربعة. لا هي كانت وجهة نظر ميد ان هو شايف كده. وانا شايف ان فيه تلاتة معها. فلما خد. فيه حتة تانية في النقطة دي. ما يعني ما جاش في دماغكو ان انا ابراهيم صلاح همشي لسموحة النهاردة. وبعد بكرة يلعب قدامي. هو كان المفروض ان هو مش يلعب. يعني لو كنت اخرت الاجراءات. كان المفروض ان هو مش يلعب. ان هو كان دائما زمانك بيعمل عقود ان هو اللعب ما يلعبش. ما يلعبش قدام الزمان. اه. كزا وكزا العيب كان بيعمله كزا. بس هو هو مشي عشان يلعب. اه. بس انت بتعمل اضافة للفرقة التانية اللي هي هتلعبك. كما هنخصوا ثلاثة الماطش اللي بعدي. يعني قصدي مش. يعني قصدي معلش معلش يا جمال. بس اشان احنا الحتة دي بنقعد نتكلم فيها كتير. هو اسموحة مسلا بعد كده ماطش اللي هعرف ايه كيس خصد ثلاثة. يعني ما بيخسر عادي وفيه ابراهيم. وبيكسب وفيه ابراهيم. وزمانك هيكسب. يعني قصدي مش هو ابراهيم لعيد كواس جدا. ولد مؤدب ومحترم. لكن مش هو اللي مسلا كان لو موجود في الاهلي كان انا هنكسب مسلا. يعني في الاخر هو العيد نص ملعب كلهم يعني بيقدوا نفس التوفيق وطارق والناس دي كلها بيقدوا نفس. لما تعور طارق حامل موضوع في دي. في نص الملعب. يعني كنت هتبقى محتاجه. هو ده قصدي. ايوه هتحتاجه عارف هتحتاجه في ايه? ان تلعب جنبه هو وحمد توفيق. يبقى نقولي اقوى شوية دفاعيا. هو ده قصدي. لكن هجوميا برضو هيبقى لك نفس الضعف. لا هجوميا ما بيهاجمش. طب ما انا بقول لك. هبقى لك نفس ال� ضعف. انت مشكلة عندك في الهجوم مش في الدفاع. يعني. في معظم المطشاط يعني. مع كل اله. انت المطشاط احنا قدنا اربع مطشاط. الكوكبة بتاعت الموهوبين اللي عندنا قدام دي. وعندنا مشكلة هجومية. ساعة الجد. اه. انت عندك مشكلة في في الزمانيك انه ما بيعبش كويس. اه. حتى احنا بنكسب. لما كسبنا اربع مطشاط واربعة اخناش ما عبك كويس. اه. خالص. ماتش اسموحة الوحيد لانا كنت راضي عنه شرط التاني. انا عليه كويس بصراح. كان في ضغ ضغط وبنلعب. ضغط وبنلعب ونمسك. اه. ده الوحيد لانا اراضي عنه وسوعة. احنا بنكسب بس. بنكسب بس. وبعد ما مشينا بروض نفس الكافزة بكسب بس. ايه. ايه المشكلة يعني. ايه الخلل الفني. المشكلة في في الحتة اللي قدام دي. ايه بقى. اللعيبة دي مش في حالتها لسه. اللعيبة لسه عندها عدم تفاهم مع بعض شوية. بتقطع منهم كويس. بقى لهم سنة. انا بقولك ما ده اللي حاصل بس. ده اللي حاصل يا جماعي. انت ما تجي بص هتلاقي المنطقة الامامية. هتلاقي دهما اللعيب كويس. السنة اللي فاتح كانوا كويسين. ازا مالك. اه. هقولك ازا مالك لعب مطشط كويسة على العدد اصاب. يعني هتلاقي لعب ارلاندو بارا كويس. لعب النجم السحلي في مصر كويس. لعب فرقة من المغرب هناك كويس. مطشط الداوي اللي زمالك كسبها السنة اللي فاتح زي ما بنكسب كلنا كده. بنجيب جون ونداف. ايمن حفني السنة اللي فاتح كان كويس. اهو ايمن حفني كهربا كان كويس جدا قابة جي السنة دي على فكرة مش سنة فاتت لا يعني قصدي البداية ماتش السوبر جي ماتش السوبر ولعب أخير يعني قصدي هما يعني اللعبوا مع بعض دي لعبوا في الآخر هما وزاعات طمام باسم رجع كويس دلوقتي وماشي كويس ايما نحفني عالفكرة ماشي بشكل كويس مصفحة اللعباء الكويسة جدا الشيكبالة رجع الإضافة الشيكبالة بيقدي بعض الأوقات كويس ولسه بس ده طبعا مش شيكبالة الحمودي لسه بيتمارن كويس جدا لغس برضو حمودي بقولك بيتمارن بأقصى درجة بس لسه في الملعب نزل كزا ماتش لسه مش عارف يجيب كهرباء مش هو كهرباء مصفك كتير انت شايف دي من اللعيب نفسه لازم اللعيبة تركز أكتر من كده شوية يعني اللعيبة ممكن هي اللعيبة كويسة جدا بص بيتمارنه كويس وملتزمين وعايزين يبقوا كويسين بس ممكن من كنت امركز وعايز يقدي كويس وعايز يردي المدير الفني فبيروح فاكك يبقى عايز يلعب بسرعة فتتقطع منه الكورة يبقى عايز يردي الناس ان هو عايز يبقى ما بيعمل كل حاجة فيبقى ما بيعمل كل حاجة هي دي انا شايف مشارية الربط دي احنا الزمالك عندنا كل خمس ست اللعيبة كلهم بياخدوا كورة ويجروا لكن اللعيب اللي عامل زيك كده وزي اللعيبة اللي بتوفع كورة بتلاقي ايمن حفني بس عشان كده ايمن مختلف شوية عشان كده ايمن مختلف شوية عشان كده بقول دايما اللي احمد عيد لما كان في الزمالك السنة فاتت من اسباب المهمة ان زي ماك خديد دوري لان عنده كورة بتيجي توقف وتطلع ورتمة بيتغير ويطلع واحد يخش هو يكمل وللعب بدماغه يبقين كلهم رتمة سريعة ما بيعافيش عبط مخوه ما بيعافيش عبط مخوه ودي مشكلة مثلا في الكورات العرضية لما حد بيكمل ممكن كورة شوية اذا ماك عايز الحتة دي حد يبقى مع ايمن حفني اللي هو بيستلم من تحت وياخد الكورة ويلعب يعني ايمن لما بيجي له الكورة مثلا ماتش اللي فات هو العمل الجليل لانه عنده الحتة دي الباقيين كلهم بياخدوا الكورة وعايز يجري من الخطة عايز يجري عايز يجري طريقة لعبهم غير ايمن حفن طب انت كنت يعني للناس المقتنع بمايوكا لما جيه ولا مالحق لاش نشوفه قوي يعني مالحق لاش نشوفه بس لان كويس انا ما شفتوش في الفيديو انا شفتو لما جيه طب اما الجزء ايه؟ اختراف بقى انا ماكنش موقنش لسه جاي انا لسه جيت لعيت مايوكا خلاص بيتعقدوا معا انا خلاص موجود لأ كان بيتعقدوا معا خلاص بيخلصوا في فنش في يعني طب في ناس بتقول برضو ان مين الناس دي مين الناس انا واحد من الناس دي اللي بقول ايه بقى ان ممكن يكون تغيير المدربين الكتير اربك اللعيبة طبعا اكيد اربك اللعيبة وديهم على طول ان اي اخسارة الناس اللي بتمشي واحنا قاعدين فمحدش بيقولنا احنا حاجة فبقى عنده هو حالة من الاحساس ان مفيش مفيش عقاب بس مفيش محاسبة لان لما بنخسر اللي يمشي ويجيولنا مدير تاني جديد بيحصل ايه؟ اذا ما احنا جينا كده قلنا لهم ايه؟ هنفتح صفحة جديدة وشد حلك الصفحة تقفلت وفتح فطبعا بتفتح الصفحة هم مثلا احنا 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 اول ما جينا اكسبنا اربع متشارات ومربعة تشارت على فكرة اغلاص اربع متشارت في الدوري طبعا متشارت صعب يعني اذا ما لك حظه حلواتي مثلا حصلت التغييره دي بس يلعب مع فرق محترمة لكن اقل فنيا بكتير الاتحاد في المركز مش في حالته الطبيعية الاسوان متأخر في الدوري هيلعب مع المقاولين متأخر في الدوري يعني نوعا ما شوية احنا اخدنا وش القفص كله المتشارات صعبة هو اربع فبقولك التغييره الجهاز ده صعبة حشكيا بقولك لازم ما كليش ده يقعد يقعد السنة كلها حتى وقصر يعني هتعمل ايه هتجيب واحد تاني هيعمل ايه بقى التاني ده؟ مش شوية الحاجة فلازم الواجل ده يقعد ممكن انا متأكده هيقلف شوية وبطاع الاهلي هيقلف شوية فالتأليف ده ممكن يخسره بس ده دور بقى المساعدين ماشي بس خلي بالك يا جمال الناس اللي جاي من الحادة بعيدة دي يعني من الحادة كويسة قوي هيبقى بيسمع بس اللي بيشوفه بعينيه هو اللي هيخش في دماغه لانه برضه مين دولة بتنسباله فمحترامي طبعا كلهم الناس جامدين حتى لو لك كنت موجود معهم هنعمل نفس الكلام معايا اللي هو يعني اه انت بتتكلم كل حاجة بس ده هو واللي معايا هم اللي هيبقى دايما اللي شايفينه هيعملوه ممكن بقى بقى المعادش التاني المعادش الاولاني لو لا اللي هو قاله راجل البرى مثلا كابتر محمد او رحيم صح يبتدي يسمع له شوية فهم ايه رأيك في اللي قاله الكابتر متحط عبدالهدين اللعيبة كانت قصدة وعايزة تنشينه والله متحط قاله معايا في البرنامج اه انا قلت له متحط انت انا انا معرفش الكلام ده انت بتقوله ازاي فقال لي انا عارف انا شفت ممكن يبقى فيه لعبة مش حبة انا معرفش يسأل متحط انا معرفش انا بصراحة بشوف ان لعبة انا مش مقتنع انا مش مقتنع انا بشوفك حاسم ان اللعيبة كويسة جدا وان دي قدرات لعبة مش ان هما بيعملوا حاجة او ان هما حاجة معصودة يعني انا ده بالنسبة لي وجهة نظري متحط قال لي مسلا انا انا لأ كان فيه اتنين لعيبة جمع قالوا لي كذا مسلا مش مقتنع لأ دي علوله هو هو اللي اشعر عليهم بس انت مش مقتنع بالنسبة لي لأ هو ممكن بقى فيه لعبة مش حبة ميده مسلا بس اللي انت شفته ما حصلش الكلام ده انت شايف ان دي قدرات واللعبة مش اصدى هو ما قالش ان فيه مؤمرة هو قالك فيه لعبة مش حبة مثلا ميده مش معانا كان هو يعني مؤمرة لأ مش حبيني فمسلا مش مش في حالتهم الفنية بينزلوا مسلا مش مبسوطين منه ايه اللي جاب حب ان انا بقى يعني بس اقله يا ابني هو هو انا اللي قلت لا اقصدى انا يعني انا دلوقتي انا ما بحبش الموديل الفنية انزل كورا جهالي انا والجوم فادي احتبر ما بتلاكش جور فادي بس ما تبقاش مقتنع باللي هو بيقوله لك ممكن ما تعملش اللي هو بيقوله لك ممكن تعمله وانت مش حاس ان هو غلط ببتبقاش بما حضرتك كنت موجود انت شفت الكلام ده بيحصل بقولك هو ناس انا بقولك اللعيبة اللي كنت بشوفها بشوف اللعيبة بقدي شكل كويس مارا شكل كويس ولكن هو قدرات بيجي مسلا بيبقى مش موافق كلها جابت الجن وجيروا عليك كلهم انا موتش انا على نفس حاجة حبيب لا انا مش امقى اما انت في الجهاز هو انا انا هقسم الجهاز هو قالك ميدون في ناس عايزة ميدون ايو انا هقسم الجهاز في ناس بحبها وناس ما بحباش طب ما كلهم هيمشي هم انت بقى اسأله تكلمه في تيفون دوات اسأله هكلمه حالة ان انا مش هلولتك تبقى عندما ايبن هو قال انا بقولك انت مقتنع يوم انا ما اقرب ايه ده واحد قال حاجة حدرتك كنت موجودة ايوه يا حبيبي ماشي انت مثلا اولت حازم كويس وحاجة يقول لك انت مقتنع ان حزم كويس حازم بيلعب قدامي انا مقتنع ان حازم كويس مانا بقولك انا بكلام عوجة مسائلتين سعيدة انا مش شايف هميت حتى الكلام ده قالي لأ انا بقول لك وانا حد جاء اللود. ما انا بقول لك قصدي اوه. بس. طب نفرق. اه اه انا عرفك طبعا جدا. بتيه نخرج من الزمالك شوية نريح شوية ونرجع تاني. ببتعايز يا شمس. زي اللي بتعايز. ماشي. انا بتاعك يا معادل. ايه رأيك في المدارب الجديد. الزمالك برا. شفت خرجنا ازاي. ما قلتعك بابجيكو ازاي الفل. تمام? يعني السي في بتاعه ايه رأي. اه بص انا شايف اختيار يعني يمكن لما اجيت في الفترة القرى الاولانية الى الاختيار المدارب. اه. لقيت مكلش ده. ثم عاريت يجي مكلش. بس هو مش هيك. كان معروض في الله. كان معروض. بس كان غالي. بنفس الساعة ده يعني بس ساعتها كان ما فيش فلوس يعني. فقالي لا صعب اوي فلوس هتبقى كتير. فانا شايف ان هو اختيار موفق. المشكلة جمال صدقني. ان بس يكون فيه استمرارية. مش مضوع مدارب. صدقك والله. ان اصعب حاجة اللعيبة كورس. اقول لك حاجة. انا عايز لك حاجة. اه. ودي حاصلت معانا مسلا. بنلعب في التمرين وبنعمل تمرين على الكورس السابتة. اللعيبة بتلعب على مانتو مان. فقام? لا اقول ليه تاني كده؟ كورس سابتة. تمام. في ناس بتلعب زوله في ناس تلعب مانتو. اوكي. انت مش مضارب؟ تمام. انت بتلعب ايه؟ انا زول. ماشي صح؟ ايه. في ناس تلعب مانتو مان. تمام. فجينا اللعيبة ماخد عدنها مسا تلعب مانتو مان. وبتطلع. فبتطلع مع اللعيب برا برا العرضة. بياخدوا اللعيب معاه. بيطلع برا و رايح معاه. تمام. فلا احنا بنابتلعب زول. في الحتة دي مسلا هتمسك لما يمشي تثيبه. ملكش ده وانت بمكان. اه. بيقولك حاجات زي كده بس. فده بيعمل برضو عند اللعيب. هلعب كده ولا. لا. كل شوية لاقي فكرة. كل شوية لاقي حد بيقولي كلام. اه. يعني احنا جينا لنا فكرة. كبير راجل هيجي يقول حاجة اللي قابليه هيقول حاجة. اللي بعديك. فطبعا. فاللعيبة. فانا بشوف انما يكون مدرب حتى لو متوسط. وعنده استمرارية. والناس بتحبه وعنده ثقة في اللعيبة عندها ثقة فيها هيبقى هيدي نتاج كويس. الواجل ده عنده ثقة وعنده تاريخ. فبالتالي اللعيب هيبقى عارف لو ما بقاش كويس. المشكلة تبقى فيه مش في المدرب. الواجل ده اشتغل في حيث احسن و اكبر بكتير. فاللعيب هيبقى مقتنع ان المشكلة عنده هو. اشتغل في اقوى وداري في العالم. بريمير ليج يعني. فبالتالي لما يجي يقول مسلا حازم ووحش. ما حادش اقولك لا انت بتفهمش. زي كده مارتن يقول لما يجي يقول لنا هعطق خطة ما حادش اقول لها انت بتفهمش. شو ينفى. لان ده يا راجل ما اعيك صوتات انها ما تيجي انت هحسن عليه او تتكلم عليه وتقول ما بيفهمش. عبدل عليه مش ممكن يعني. فهو مدرب كويس. لكن الاستمرارية ده المهم جدا. وده قلته في كزا حتة. مجسد ده لازم يسيبه بقى يشتغل. ام. يتعالي لو لا قد ده يتعالي ماتش جاي. ما نعدش نتكلم عليه كتير. وده ضايع وده مش عايف ايه وواخد في جزء عالفاضي. وده بقى نتكلم في الكلام. سيبه ويشتغل وياخد وقته. سنة تخلص ويشتغل ويلعب يعني. طبع. معنا تقارير. تقارير في رأي الناس في الاتنين المدربين سواء في الزمالك او في الاهل. نطلع التقارير ونرجع لحضركم. المدرب الأجنبي النهاردة هو بيجي. هو مدرب محترف. نادي الأهلي نادي كبير. نادي الزمالك نادي كبير. حتة المدرب الأجنبي والمدرب المصري. يمكن انا بس ليه وجهة نظر صغيرة. بقول ان المدرب لما بيجي بيبقى محترف. اللعب المصري بيشتغل على الحتة دي. على ان الراجل اللي شغال مع برا سياسة السواب والعقاب بتبقى كبيرة للعب. اما بالنسبة للعب المدرب المصري النهاردة يمكن مش لاقي الحتة دي. او مش عارف يتعايش او يشتغل مع اللعب المصري في الحتة الاحترافية. انا اللي اسمعت ان المدير الفني بتاع الناد الأهلي السيبي بتاعه حلو. كويس. والحمد لله يكون صابقة حلوة الأهلي. ونقدر نعمل فريق وايس ويجي بقى يرجع بطولة تانية. انا بنسبة عنه كل خير ومدرب بعلامي وبعدين كان بيدرب حسام غالي برا ودرب ميد وان شاء الله يبقى يعني خطوة حلوة للهل ان شاء الله. بالنسبة للمدير الفني للزمالك اعتقد ان السيبي بتاعه يعني هي سيبي قوية. ثانيا المدرسة الانجليزية دايما بتنجح في مصر سواء مع الاهلي او الزمالك. اعتقد انه ممكن يعني مع مجموعة اللعيبة اللي موجودة ولو توفر له الجو والاستقرار والادارة بعدت عنه شوية وسببته يشتغل ممكن يحقق الحققه دي في مكاي قبل كده مع فارج عفلي. بالنسبة يعني هنقارنه بينه وبين مارتنيول للاهلي طبعا مارتنيول اسم كبير واسم عالمي بس موضوع المدرسة الهولندية دي في مصر برضو والكلام ده يمكن اصاره كابتن شوبير قبل كده برضو. ان موضوع المدرسة الهولندية دي في مصر يعني انت وبختك. احنا نغفل دور الناس اللي هي الوطنيين واللوح نجيب مدربين اجانب ونقول عليهم انهما كويسين ومش كويسين. طبعا هما المدردين الاجانب دول لو هما كانوا كويسين ما كانوش اساسا من الاصل دول اوروبا ثبتهم. انا شاف النادي الاهلي لو كان عايز مدرب اجنبي فكان قدامه منو الجزئي كان ممكن يجيب منو الجزئي ما هو عمل طفرة مع النادي الاهلي قبل كده. ليه رايح يجيب ناس من بره تاري. وبعدين هو هل الناس اللي هو جربهم الوطنيين اللي هما مصريين. كابتن زيز اللي هو كابتن عبدالشافي. هل هو هو وحش. لا هو مش وحش والاهلي ما ادوهش فرسته برضو. برضو بعودة الخواجة الاجنبية اللي هي بتفكلنا. الخواجة اللي هي بتفكلنا كل حاجة. على رغم ان المصريين احسن من الناس دي بكتير. هما اللي اتنين فاهمين بعض كويس ولعبوا قبل كده. وما كليش ده كسب منو كسب منو تقريبا ماتشة او بطولة. بس اللي اتنين فاهمين بعض اوي وهيعرفوا يلعبوا هنا في مصر. كان معكم احمد وعب كارينو برينامج في الملعب مع حمزة قناة الحدسي ديو. ايه رايح؟ انت صعب الاتلت بجاة. مجدلكم مرة تانية بتقول ايه؟ الملعب مع حمزة حلوة صورة. في الملعب مع حمزة. ايه رايح؟ ايه رايح؟ كارتون. اعمل شغل انت. ماشي. ده جاءت هزم. انا مش هزم معك هزم معامل. طب ايه رايح في مارتينيول بقى يعني. هايل. هايل طبعا بقى. فلوس وكتيجة جدا. اه. ما هو ده اللي كنت لسه يقول لك. عاشق هيجيبوها منين. لا او مش مش هيجيبوها منين. مبلغ ده كله. مبلغ جدا. ماشي. تلت عايبت. جابوا المبلغ. خلاص. بس يعني. هم هاي انت عشان هتعمل ايه في الآخر؟ معه ده قصد. يعني انت في الآخر من انت في الدور المصري يقوني. تكسب دور وافريقيا و المجسب برضi غماله حلو. بالأهله بيقضش حاجه منه في الآخر بس هو. يعني فخر يعني انه يكسب يعني ده. فماشي بس هو النظرية layer طبعا فلوسه كتير. لكن الأهله بيعاומר يسوق يعني. لو كسب هيعرف يجيب فلوس كتير يعني. طبعا طبعا هايل. رائع. هيفرق طبعاً معلق. برضه عايز وقت. لانه برضه هيقلف ويلحن كتير. خباك المدعمين دولة يعني هيبقى عايز تمرين وعايز نظام وعايز حاجات. مش هيلاقيها هنا. مش هيلاقي كله بيعام نفس الكلام. هيلاقي لعيب ساعات اطقمس. اول ما اتشعر سنيحط اتنين برات تشكيله ولا حاجات لا بيطقمس وبياخد في نفسه شوية. فممكن هو يتعامل بعنف يحطلحهم برات خالص مثلاً. في ناس بتعمل كده وفي ناس بتبقى بتفهم شو. زي ما كله بيحصل مع فده بياخد من وقت. لو النتاج مساعدوش هيبقى عليه ضغط الشوية. يعني بالفلوس دي كلها وممكن النتاج ما تساعدوش. طبعاً. لو كرة عمرها ما كانت آآ يعني زي الرياضة كده واحد زي واحد ساوي اتنين عمرها ما كانت محسوبة جمال. لو كانت محسوبة ما كان معاه فلوس اكتر يجيب لعيبة اكتر ويكسب. يعني ليستر هو بطل غاية الوقت اول البريمير ليج. بتحتي تشلسي الملايين ومنشلسة سيتي الملايين وارسنل الملايين وهو لعيب واحد مثلاً في مسجلسة سيتي الملايبة دي كلها لفلسطفة. عمر ما كانت الكرة محسوبة بفلوس. او ان انا لو جبت لعيبة او جبت حد بفلوس لها يكسب. في مصر برضو يعني. مش. مبلغ رهيب يعني. مبلغ كتير كبير او بسرعة. او اغلى رجل في تاريخ مصر زي 180. ولكن خلاص هم حقورين والاهل عنده الامكانيات. وزي ما يقولك تسويق نادل اهل تسويق قوي دايماً. عاملين مع الشركة واخدين فلوس كتير ما شاء الله يعني. اه اه فبس فا. لكن خلاص ببعده الاهلي بقاله فطر في حالة تغييمه ده من كتير ودي مش نادل اهلي من زمان يعني. يعني دايما الاهلي بيقعد مدارب بيقعد الموسم كله ويكمل. دوقتي احنا بقالنا السنتين كل سنة فيها مداربين اتنين او تلاتة. يوم ربك تحصل. مجلة صدارة الاهلي بقى مهزوز شوية. اه مهزوز وحظ وحش. اه. مش شايف ان المقارنة. بص هي المشكلة ان الاهلي دايماً كماشي في سكة واحدة. تمام. اللي هي سكة كابتن صالح سليم الله ارحمه. وارد كابتن حسن حمدي. فلما توفى كابتن صالح ديه كابتن حسن. بنفس الشكل وبنفس السيستم. نفس السيستم. فهي مشي السكة. لأول مرة يحصل ان السيستم يتغير. وان الناس دي تطلع كلها واللي كانوا بيدعمون ما نجحوش. اللي نجحوا ناس ثانية خالص. فبالتالي بقى فيه طيارين في الناس الاهلي. لأول مرة. فبقى فيه طيار اللي هو مع الناس القديمة. والطيار بتاع الناس الجديد. بقى برضو نفسي كان بيحصل عندنا في الناس الزمانية. ان الاودام دولة مش مبسوطين باللي بيعملوه. فابتدوا ايه? يعملوا عليهم حملات. والتانيين حاسين على طول ان الناس دي مش عجبها العجب. والضغطين علينا. وعلى طول عايزين حاجات بتاعتهم. فبقى فيه يعني كده حتى ظهرت قوي ايام ما انهم جزيلة ما كان هيجي. وما جايش وحصلت. انفجار. ولازم يمشوا. وجميعهم امامية طريقة. وعايزين جميعهم امامية. وجمهور ج ايه وبتاع. ليه اول مرة تحصل حاجات دينك. امامية كنت شوف الكلام ده يعني. كان اللي بيتقالف مجلس اضارة كله بيقول لها اوكي. وما حدش بيتكلم. ما كنتش تعرف اصلا الاخبار ايه اللي حصل. بس الاخبار خلاص. الموضوع ده حتى لو كان كيف حصل موجود كان هيحصل لان العالم كله بقى مفيش حاجة بتستخبع. ما بعيش في موضوع بقى ان احنا نقدر نكتب على نفسنا. دلوقتي في ثانية. الاول كان القرار مع اتنين تلاتة. غير كده جميعا. او المعلومة كانت طبعا. طبعا. اتنين تلاتة فبرده الموضوع دي ملموم. طبعا. لكن انا قصدي. انا قصدي مسلا لو حصل خناقة في قط اللبس ولا خناقة في المعنى. لا ما مصد يعني العالم كده بقى. يعني الموضوع بتاع زمان بقى اللي هو بنخبي وكده دي. لا خلاص صعب. 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 لكن هي الناس الصراحة في الاهلي. هم مكتهدين وبيشتغل وبشكل. انا شايف ان هم يعني اول سنة مسكوا كسبوا الدوي. وكسبوا كل فضالية. وبعين بقى كسبوا السوبر. ده في اول سنة. السب شايفة ما كسبوش ده. بس يعني طبيعي. بس شايف ان المقارنة ظلمة شوية ان تتقارن المجلس اللي بقاله اه عشرين سنة. ما انا بقول لك هم عشان ايه. عشان اه. عشان مادة الاهلي دخل في حتة. احنا وهم. زي ما بحصل في نادي الزمالك. اه. المشيو والعاديين. لا يعني انا يعني اصدق ان دول من وجهة نظري ان هم مظلومين برضو. اه. عليهم ضغط. عليهم ضغط. عليهم ضغط. عليهم ضغط. عليهم ضغط كبير. واحد جاي كمال من موضوع الحل المجلس ده. برضو. دي اول مرة برضو نسح عنها. اه. وكان في ناس مرحبة بالحل. ودي برضو الاول مرة تحصل من فضحة جديدة. احد برضو يطعن في انتخابات النادل اهلي برضو امدي. دي غريبة ودي يحصل حل. والناس يكون مبسوطة بالحل. دي خلي بالك. ناس كانت عايزة. خلي بالك لما حصل حل في مجلس كابتان حسن حمدي. كل الناس يعني معارض مكان مدى ومش عايز ومحصلش. اه. لكن لما حصل هنا الحل في ناس كتيرة كانت مرحبة بالموضوع. اه. و دي برضو بقولك. تغير اللي حصل. تغير اللي حصل. بسبب اللي حصل ده. طيب نرجع تاني لحضرتك. بقى الا يعني. اهلم بيك. اهلم بيك. اللي غير وجهتك من الادارة للتدريج. يعني انا شايف. انا هقولك حاجة. البني ادم يعني انا بحب ايه اخد ريسك. اه. يعني احنا هنعيش ان شاء الله مهما هنعيش. ولكن ايه. انا بحبي زي ما اقولي يا ريتني كنت عملت. يا ريتني كنت. عايز اجرب. عايز اجرب. خصوان شغلتنا يعني. ومهنتنا يعني. اه. انا شايف ان ان مخصوتش حاجة. بالعكس تعلمت. اه. كنديس في كل حتة في الناس الزمالك. امكان ادارة امكان اللاعب امكان تدريب. بحاجة كويسة. اه. اه. ايه تاني. يعني انا. اغلبية الجمهور. مش جمهور الزمالك. اه. كان مقتنع ان حزم امام بعد فترة. مش بعيدة. ان هو المفروض يبقى رئيس نادي سنة. ابو ايه المانع بقى ايه المشكلة. يعني مش شايفينا في حتة. هو اللي يبسك الاضاءة الفنية ممكن يبقى رئيس نادي. مش بقى وخاص. يعني مش شايفينا في حتة ان انت بقى مجارب شايفينا. ماشي. انا عندي اربعين سنة. انا عندي اربعين سنة للوقت. ام. ما حسبتش الحزبة دي. نعم خاضر. بص نادي انت انت اه الواحد لو يقدمه نادي الزمالك ما تحسبهاش قوي بالعقل. ام. بتحسبها بين انت مقص مبسوط. مبسوط انك ترجع النادي. مبسوط. يعني انا مثلا اه عقلانيا الناس كتيرتلي تسعة وتسعين وتسعة ناشة وين بلاش. ام. بس انا كنت مبسوط. مبسوط ان ارجع النادي وارجع التمرين ومتشاط. الاكسايتمنت دي والادرنالين اللي في الجسم. اه واللي انت بتشتغل. حاجة الفكر اللي. تبقى مع اللعيبة هو. اه. ممكن محدش يفهم. اعمل ترقص في اللعيبة. اه. اه. كباري وبتا. اه. اه. طمام. اه. فالحاجات دي لما تيجي كلمة مع حد هيا مش هيحسها قوي. مش هيحس. يعني هيقول لك انت تعيش بقى في البتاع وال. ام. بس هي حاجات بالنسبة لنا كحاز. ممكن من الناس تانية. مهمة يعني. يعني احنا لما. محبب اكون انا ساتسفايد وانا بقى بقى وانصوت. لما بترجع جوه. يعني لما بتخش جوه النادي. تريح المطش. تحس ان انت. يعني. تحس في قوتك. حس في مكانك. اه. ان انت في بيتك. اه. اه. وكان مع الزمالك مسلا مش معناه لي تاني يعني. اه. فانا شايف بالعكس يعني. حمز امورة ما كان مدرب ومدير الكورة. واشتغل في كل حاجة. وبعيش النادي يعني. يعني. يعني انت. يعني. في دماغك لسه. طبعا. 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 مشكلة يعني. موجود في. يعني المشكلة. هو مسلا المدير الفاني ده بيبقى عنده. اه. قدرات اه. ادارية او قدرات مسلا عقلية ضيعة مسلا. ما تبقاش. لا لا خالص. لا انا بكلمك كان عمتا. يعني. دي مهنة. ملاش دعوة دي حاجة. ملاش معنة تعتمد على البني ادم والشخص. وقدراته العقلية وقدراته الثقافية. ما تحكمش ما تعممش. يعني انا دايما مشوف في التعميم غلط. ام. انت ما تعممش كل واحد انا غيرك وانت غيري في انت بتعرف حاجات وانا ما عرفش حاجات. مش لازو انت عشان نجحت في حاجة ما انجح زيك. تمام. واحنا جاء مع بعض ناسا مترميش. مش شرط. كل واحد عنده قدرات. طبعا. انا دلوقتي كانت نحازم انا ماسك فرقة في الدوري. وفي انتخابات. دلوقتي حلم. اه. في الفترة اللي جاي يعني انا دلوقتي انتخابات اللي جاية يعني اقرب انتخابات هتخشها هتخش رئيس. مش هتخش بقى ولا عالة ولا حسب يعني. ممكن ممكن في حد انا يعني انا دايما ما بقعدش احسب اربع سين قدام. يعني ما عنديش الرؤياء كده. يعني ما عنديش الرؤية كبير قوي كده يعني. ما بقعدش اقول اربع سين وهو حضر لها وبتاح. عندما في الفترة دي انت يعني الموسم اللي جاي. لو جالي حاجة فنية اه. مع ميدو ولا مش شرط. لو ميدو والله ما وجدت له حاجة كويسة في نادي كويس. ممكن. ولا ما جدت لهش وجالي انا لوحدي في حاجة كويسة ممكن اه. اي المشكلة. بس انت اكبر من ميدو. اه على فكرة هو الموضوع مش موضوع سن يعني. انا على فكرة ميدو مضاعب كواز جدا. جدا. تمام. يعني رائع. اه هو انا دخلت ليه مع ميدو عشان اما امسكش اولي كده فنية. انا رايح. اما ينفعش هاجز زي ما ايك همسك فني في مرة. انا كنت عايز انزل بس. الفيل ده. ابص اشتغل. وحروف انا وبعرف. ولا ما عرفش باعف اوجي. انا ما بعرفش. اصلا انت في التمرين انت بتتكلم مهم جدا انك تبقى مقنع انت بتتكلم. انا انت بتتكلم مع الناس. هل انت بتعرف عندك. بس حزن مام اكيد مقنع. بس في ناس كتير جمال لعبي الكورة جامدة تيجي تتكلم مفاش تتكلم. مش حزن مام. ماشي يعني ايه. لا ما ممكن انا بساعة الجد بس. يعني ما كون يكلم. يلا جماعة هنعمل التمريه. ايه بقى. ايه بقى. مش عام. وفين التمريه. فين التمريه يا جدا بقى يعني اعمل تأسيمة. طب انت خبت. انا دين داخلة ليه كنت عايزة. انت خبت تحت الكورة ما فكرتش قبل كده خالص. بس لسه قدامها بعد شوية. انت ملخبطني. ليه يا ابني ملخبطك. لا ملخبطني والله. والله ملخبطك كل حاجة. انت مش محدد الاتجاه. بص انا هقولك حاجة. هي المشكلة ان الناس في نص بتحديدك فهي اللي بتحددك. لا. انت تبقى مدين فاني او او اه ادارة. مش هينفع لتنمع بقى. ايه انا اصدي يعني انا اصدي في حاجة. هو اللي بيبقى مسلا ما ممسك في التحديد بيبقى يشتغل ايه مسلا. بيشتغل ايه حاجة. وممكن يبقى ودين كورة. وممكن يبقى لعيب كورة صح? نا ما نفعش. لأ يعني. لعيب كورة سابق. انا اصدي سابق يعني. اه. يعني. اوكي. فممكن يعني في ناس اشتغلتها يعني قصدي لعيب كورة اشتغلت الشغلانة دي امريكية. صح? اكيد. طيب. يعني ممكن نعملها. ايه المشكلة الصعبة يعني. يا كابتن بتاع في الاعلام مسلا. ولقيت نفسي ان انا اه مفيش حاجات في الفنيا جاية او جات لي حاجات انا مش موكة عليها نزال. اه وعايز اشتغل في في الحكاية دي فنيا ويكون مسؤول عن منتخب وبرضو نفس الاجواء. يعني انا شايف ان ان ما نعالش نقول ايه اصدام ودير فني او ده عايز يشتغل فني فما ينفعش بقى ده. انا بشوف ان الواحد اللي اللي يعني اللي بيفهم. بس هو كبتن حاسم ديني بس. كبتن بس حتة دي. قول. قول. اللي بس. هي مش صعبة. هي مش كيمياء. والله يعني هي مش بتختارها العجلة. موضوع سهل. بس احنا اللي بنصعبها نفسنا. كادارة سهلة. سمعين. انك تعمل واحد اتنين تلاتة. بالعكس الادارة سهلة. بس احنا اللي بنصعبها. بمعنى. 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 بمعنى ان انت بتبقى فيه مشاكل مسلا اه في الادارة اه انت بتصعبها لابسك ان انت اه ببقى فيه مجملات شوية. تمام. في اقتراط للجهزة الفنية. لمعايق لناس في. شو بيحصل في. ما انا بقولك. دي مسلا. دي مسلا ممكن. ان بمعنى ان انت بتدي لناس عندهاش قدرات اه فنية انها تدخل في الفنيات. تجيب ناس تشتغل فنية يعني. انت بتلاقي ناس ناس تتكلم في الكورة. اه وهم ما لعبوش كورة مسلا. او بيبواسلين عن تعقلات او عن حاجات. هم ما لعبوش. هم ما لعبوش. هم مجرد الناس بتحب ومحبة. بدخلهم في صنب وصنع قرار يمين يمشي مين ما يمشيش. اه يعني مش عايز كم في قوي. بس انا شايف ان الموضوع في التحدي الكورة اسهل كمان مش اه مش زي الانديا. بالعكس نعلكش ضغط زي الانديا. عندك منظومة مفروض كويسة. وانا عندنا بتحققه. والله ناس انا بشوفهم ناس مكتهدة. بس هم ما عندهمش القدرات يعني. لكن هم ناس مش فاسدين. ناس بتشتغل. عندهم اخطاق كتيرة بصراحة صعبة جدا. ان هم بيعوش. في ناس من هم بتقراش كتير واحد او اتنين. هم. يعني المشاكل اللي بيحط نفسهم فيها هي سهلة او انت بتحطش نفسك فيها. هم. لك انت بتلاقي نفسك تحطيت لان انت مش لو كنت قريت الصفحة دي كنت مثلا يعني مثلا نزمتش السنغال. هم. آآ موضوع كاس ماصر المؤتمر يتعامل ده. سبعتاشر مر. آآ في اي حاجات لو انت آآ يعني سهل ان انت تتفادها انت بتحط نفسك فيها. هم. طيب. عايز سألك عن آآ طبعا يعني هو موضوع آآ. شائك. لا مش شائك هو موضوع يعني مقلم شوية آآ كابتن حمادة رحيل طبعا كابتن حمادة الله يرحمه آآ اكيد اثر فيك وآآ اثر فينا كلنا ولكن كان. هدي عمليه بس كليب والحاجات دي لو اننا بعمنا مش تقادر. معرفش. ربنا اخليكو ولا شو هارف. في تقرير عن كابتن حمادة تقرير ماشي لكن بقاش اغاني بقى والحاجات دي. طيب. نشوف التقرير. مش طالبة حزن نشوف التقرير. مش طالبة. مش طالبة حزن نشوف التقرير. مش طالبة حزن نشوف التقرير. رمز نادي الزمالك ورمز المصر كلها سواء كلاعب كداري كأدو مجلس ادارة. نائب رئيس النادي. عدو مجلس احد القورة. يعني مناصب كتير كازي ما قولنا معلق كبير. كنت تاخد رأيه كيب في حاجات كتير يا حزن صاحب. طبعا. طبعا. يعني لو كان شايف كان شايفك فين مدرب. والله هو حضرني في وضع الزمالك ده اول ماتش. وكان مبسوط. كان موافق. كان موافق. سبحان الله ان انا يعني زي ما قولك يمكن من الاسباب اللي ربنا داني الهام لان انا وافق. انك ومسلا شغال في نادي الزمالك وهو اخي ايام شفتني وانا جوا انادي الزمالك شغال. بو اذا انا بقولك انا يمكن اشتغلت. انا كنت. انا بعمل تسعارف لانا بسافر كل شوية. الوقت ده انا كنت مفوضة بكم مسافر. اعرف ان عقده مسلا من تلتمائة الف. طمان. زودت له عقد. اروح تعالى مصطفى نعمل عقد كذا كذا كذا. اشوف عود اللعيبة لو في مشكلة. اشوفها. حد عنده مشكلة اشوف تا بياخد كم اه. لأ ممكن يزيد. لأ ده هو كتير او بياخد خلاص ده لازم كل واحد كان. بس انا مش انا اللي هعمل عقد اللي محد بيجي بمن بره. دي الادارة. موضوع مارتن يول وبرضو مايوكا اللي هو يهودي واسرائيلي وقصة دي. انا خدمة يهودي دي على فكرة برضو. المقتنع بالقصة دي. بص مياه في الكورة. انا ما بحبش اخش في الحاجاتناش بتاع الكورة. يعني يهودي بالذات. يعني انا بس في فعق بين يهودي واسرائيلي. يعني القصدي برضو عشان الناس عمتة نسهنة. يعني يعني. يعني ناشى فاكرة ان اي واحد يهودي هو اسرائيلي او سهيوني. يعني في فرق بين السهيوني اللي هو بيستحل فلسطين وبيستحل ان هو ده يقتصب ارض حد. واليهودي فيه يهودي كتير ما بيحب مش مرضين على تعمل السرائيل. يعني دي ديانة تانية. يعني ديانة مش تانية يعني قصدي ديانة. لكن فيها ناس يهودي سهيونيين متعصرين بيعملوا اللي بيعملوا في اسرائيل. في فرسطين. لكن فيه يهودي كتير مش موافقين يعني. ما احنا ما نعرفش مارتينيول ده مقتنى. مش اسرائيلي. مش مش سهيوني يعني. هو ممكن يكون يهودي. اولاد ده مليانة يهودي يعني. مش كل الناس موافقة على اللي بيحصل. انا حضرت مارتش ايكس مع ميده. ما فيه يهودي كتير في ايكس. بعالم اسرائيل. بيشاجه بعالم اسرائيل. فيه ناس طبعا. انا قدش انها بس بقولك عمتا يعني. يعني احنا لازم نفرق. يعني قصدي ان هو ممكن يبقى كده. نفرق بس بين اليهودي. اللي ممكن يكون رافض القضية تماما. وكاره الناس دي خالص. والسهيون والسهيون اللي هو. تبقى ده طلعه سهيون. ما لي بقى بقى معا. لا يعني يعني. لو سهيوني ده حاجة طبعا. ما يعودش في مصر. مفروض يعني. مفروض صحيح؟ بس انا ما اعتقدش ان هو سهيون يعني. ما اعتقدش. الله اعلم يعني. احنا مال الكورة بالليلة دي كلها. ما هو ده قصدي يعني. انت مختنع ان القصة دي تخش في الكورة ولا ما. بقى لا. انا مش في الكورة. مدام هو يعني عنده مشكلة معاك. ولا بيعملك مشاكل. اه. فهو يعني انا مالي به يعني. مدام هو ماشي بنظم يوقيها ميانا في مصر يعني. اوكي. اه. في تقرير معنا في الشارع برضو. اه. الشارع ده ما بخلص الشوال. اه. قويل الشعاد او. اه. قصة تاعة الاسرائيليين واليهود والقصة والسيون. اه نسمع. يلا نروح نشوف التعرير ونرجع. هو بالنسبة الموضوع اللي يصير ده بتاع مايوكا. على ما يعني موضوع ان هو اللعيب وكيله يهودي. انت بتتعمل مدلواتي مع شركات عالمية برا. فكل شركة اصلا بيبقى فيها اليهودي وفيها كل الجنسيات. معه بيصار برضو ان المدرب بتاع الاهلي برضو. انا دلوقتي موضوع الديانة دي. بالذات في الكورة اعتقد ان هي ملهاش وجود دلوقتي خلاص. بس انت يعني انت روح تشتريته من نادي الاسرائيلي ودفعت فلوسك للنادي الاسرائيلي. ولا انت دفعت فلوسك للفرقة التانية اللي كان بيلع فيها. فالموضوع ده يعني انا شايف ان هي بلبلة اصلا بتصار كل فترة كده. وملهاش اي لازمة يعني. يعني الموضوع ما فيجوش الكلام بخلص. مالهم الوكلاء المصريين. ما ممكن اللي احنا يعني نستند لوكلاء لعيبة مصريين. وهل هو فعلا مايوكا زي بيقول جاء عن طريق وكيل اسرائيلي اهم حاجة نتأكد. ما هو كل اللي بيقال دلوقتي حاليا ان هو كده. الله اعلم هو كده ولا مش كده. وعشان نخرج من النقطة دي. طب ما احنا نهتم بالوكلاء الرياضيين المصريين. رجعنا لكم مرة تانية. ايه بقى? ايه رائد في خالد الغندور? ماله. خلص خالد قضية انتهت. واجل اعتزار على الهوى. فبيت نسمالي خلاص. ده يعني. خلاص مجام هو عاجل اعتزار وقالي. شايفه يعني. علي انا يعني? على ناس كتير يعني. ما عرفش بقى. لا يعني انا بكامس فحكت عشان كان في حصل كلاش كده بيني وبينه وهو بعد كده. كان ليه? ما عرفش. يعني اسم. ما عرفش. والله ما عرف. بس هو عرف ان الاخ ان انا زعلته وان انا يعني قلت حتى كزا كزا. وهو راجل ما اشكور ان عمل طقري وعمل اغنية وقال له صاحب وان هو بيعتزلي. فخلاص بالنسبة لي الموضوع. انا يعني تعرفني يعني. ما عكس لو ما حد بيقدم اليمين هادم له كل حاجة. فهو راجل اعتزار. انا مش عايش حاجة تاني. انا ما عمتلوش حاجة. ايو يعني. يعني. ليه فجأة لا. اه ما هو ده قصدي. ما عديش تفسير. ما عديش تفسير والله. لعب مع بعض عادي ما فيش اي حاجة ما بيخسرنا على طول. يعني. ما بيدفعش وتقينه وباش عافي لعب وبتاع. اه. وبعدين فجأة اي راح شاي تشوطة كده في البرنامج. ما لهاش اي لازم. لا وما لهاش لازم اياه. ما عنديش تفسير والله. معناها ايه. ما عرفش. انا ما عنديش تفسير. بس انا بقولك بالنسبة لي. يعني بعد ما عمل الاعتزار وبعد ما عمل الكلام ده وبعتلي كذا مرة. بعد ما نشيت يعني. مش وانت موجود. لا مش وانت موجود. ليه طيب مش وانت موجود. بس يعني ايه بعضه يعني قطرخيه يعني. ايوة ايه. ما عرفش والله لك. يعني انا ما عنديش مش تفسير. يعني هو كم استنيك تمشي. مش عايق. عشان يعتذر لك. والله مع. بس يعني موضوع غريب يعني. 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 يعني انت بعد الاخزار ده بعد ما مشيت ولا قبل ما مشيش فيه. ما عرفش وانت اللي بتقوله اهو. تقالي بعد ما مشيت. اه. يعني انت هل ممكن تتوقع في يوم من الايام ان انا اقطع فيك. لا طبع. ففجأة. ففجأة لقيني بقطع فيك. هو عنده فكرة. بلا مبره. هو ده عنده فكرة مسلا انه هو الزمالك. فانا الصحوب الصحوبية بالنسبة لي يعني. الزمالك يضغع عن كل حاجة. فانا بيتكلم على حق الزمالك. فمش مشكلة يعني اجي عليك مدام انت عشان الزمالك. اشعج في حزن مش مشكلة عشان الزمالك. هاتو معتلي فكرة. انت بتكلمني انا وكل بوريك هاتو معتليك. ما هو المدوم معاك. ايوة انا بقولك هو اللي بيقول مش أنا أنا ما كلمتش عليه أنا عمك كلمت على خارد مسلا ولا عليك ولا عليك ولا عليك لا أنا أنا يمكن يكون في حاجة احنا مش عارفينها لا والله احنا زي كنا نلعب مع بعض عنديش أي حاجة مع خير لغاندور تماما الموضوع مالوش مبرد عنديش أي حاجة مع خير لغاندور وعكس ان هو زميل يعني تعارف يعني دايما من هاراجوب مش حاجة ما هو ده قصدي ما هو ده الاستغراب فأنا تخضيت من الحكاية دي وهو لما بعتلي فبعت له ان انا يعني متضايق وحصل وبين كذا وكذا وكذا مم بس انا بقول لك يعني انتهت. تسوي. بس اولك حاجة. انا انا بالنسيدي. مدام هو قدم يعني وابتاعفة خلاص. موضوع انتهى يعني. انا عارف انا عاجل الالبا وبيضي يعني. ما انا عارف والله. والله اعارف بس ايه. ما اجيب على التليفون طيب يتكلم معاك. معايش رب. برضو انت معايش شيقة بحانت خالش. مسحت الالقاء كلها. بس في حاجات بتبقى. انت لما يجي نعبق بقوله. في حاجات بقولك انا زعلت. لان انا باقولش متقولش دايما ما تقولش. بس هي النظارية. انا شغال الشغلמدي. ما انا ممكن اقول انا كمانا انا شغال الشغلنا. وده ق Öyle. فعارف ممكن اقول ايه. وممكن ما اقولش ايه. وممكن اقول حاجة خليك شكلك كويس لو عايز اكون اخليك كويس. وممكن اخلي شكلك وحشة عايز اكون اخريش. ممكن اقولي الجملة بطرقي. ممكن أسألك أسألك أسأل حد على الهوى سؤال أنا عايب شخصية اللي قدام ده هي رد إزاي؟ فطريقة سؤال تخليه رد إزاي؟ رد بعصويلة رد بهدوء ممكن أقولك النفس للسؤال بطريقتين طريقة خليك شكلك كويس وطريقة خليك شكلك رهش فهي أنا كنت زعلان بصراحة بس خلق إزاي بقولك هو يعني يعجل خلاص قد تكخيره على الهوى كله قل ما ياسفه بعد أزله فأتكخيرك خالد هقوله وإي طيب خلاص بقى يعني أنا ما بقى أحب يشعر دايق من حد وبتدايق أولى مزعى من الناس صحابي إنها عاربة تبقى عيشة عمر شتائيه بتاني موضوع صحابي أكتر نعم عيشة عمرية وتبقى زكريات بقى وبتاع فأبقى بقى مددائي جدا فخلاص يعني الحمد لله إن المواضيع رجل محترم يعني هو ومش طيب شفته في الشريعة مش هتسلم عليه طب دلوقتي إنت لو يعني لو بتنقل إنت دلوقتي مدير فني هو وبتنقل من الدوري كده سيبك من الزمالك يعني خلاص طلع الزمالك والأهل بره بره القصر تمام؟ وانا بنائه هو كابتن حزم إمان عايز سيمسك مين؟ لا بقى أحراج جدا ليه؟ أحراج ليه؟ لا يعني دي ناس صغال في الحلقة دي لا تبتكلم يعني الفرقة دي عجباك لا بس مش نش تبسك حد الناس دي في ناس مسؤولين سيبك من منت تيمسك حالي هيقولك بقى حالي كان دا لو كنت مثلا معا زيبان هيقولك عادي لكن لو أنت بموضوع برضو بقى حساس شوية ايه الفرقة اللي عجبك دلوقتي في الدورة؟ لا سلامة اه انت بتحل مش انت بتحلل المطشط اه طي الفرقة اللي أدهاب عجبك في الدورة لا أنا عاجبني المدير الفني اللي عجبك ايو عاجبني ايهاب جلال جدا يعني المقص اه لا ايهاب جلال ايوما المقص ما هماسك المقص لا أنا بتكلم على المدرب مين عجبني؟ تبتقول لي بني عجبك المدربين يا كابتل ما هو ماسك المقص يعني ماشي ما كان ماسك تليفات بني سويف برضو اشتغل عجبك وواف بني دميز له درجتان ماشي بس اشتغل كرة ما خلي بقىك أسواة مثلا ترتيبها متأخرة في الجده بس فرقة كويسة وخسرت من الجيش قراء آخر أسبوع ده بس عامنا موتش عالمين بتلعب كرة كويسة جدا بتلعب كرة رائعة مع عمد النحاس في فرق تحس ان في مدير فني بيقولهم حاجة ممكن نتاج ما تساعدكش لعنى فكرة في توفيق رهيب في الكرة توفيق رهيب يعني فالمهمة تتحس المديرب عنده حاجة ولا لأ بيقول حاجة ولا لأ بيبان فأيهاب جالان الباي من تليفات بني سويف ان عنده حاجة بذلك المقصة جابتهم وراجل فرقة نزل درجة تانية بس الناس عندها احساس راجل ده كويس وفعلا نعمل فرقة كويسة جدا حسام حسن مع المصري عامل فرقة كويسة جدا بس المقصة بتلعب كرة احلى شوي يعني من احسن فرقة بتلعب كرة في الدورة يعني احساس عامل تبقى احسن من زمان كل اهل مطشاك كثير بتلعب كرة المصري بتلعب كرة بس نوعا ما بتعتمد على قوة بدنية على التزام تكتيكين من حسن حسن لا غير الفايتن حسن بمحفظ الفرقة كابتن حسن يعني بيوقف بيلعب على اللعبات معينة اللعبات بتنفذ اللي بيتقال في لعب بتتكرر كثير يعني دايما اللي باكش شمال الكرة الطويلة وعلى الباك اليمين يعني باكش شمال بتاع المصر احنا المنصود ده بيلعب على طول في النحلة اللي فيها سعيد مراضي وعلى الباك اليمين كرة دي محفوظة الكوراني اللي على الارضة قعبها محمد مجدي ده بلخش على طول على القعبها تنجاح للمدير الفني طبعا اكيد كرة بيلعب للرؤوف للرؤوف ويعملها بدماغه يجي من تحت احمد ياسر يجي من تحت كابوريا يجي من تحت سعيد مراض بتفاعمل كتير ففي جمل دي بقى شغل مدرب أكيد فالاتنين مدربين دولا والمدرب بتاعوادي دجلة شكله برضو مدرب كويس اللي جيل جديد ده يعني انت لسه برضو مش عايز تجودني على ان انت شايف نفسك فأني نادي يبقى معداش في عندها كتير كويسة في مصر عندها الشركات دي كلها عندها فيها استقرار وعندها فيها خدوط وبوادي دجلة ده عامل شغل كويس جدا فيها حاجة كتيرة كويسة طيب نطلع تقريب الشعر لا لا سيبك من القصة دي عشان هتجاوبني برضو يعني انت نادي جماهيري ولا نادي مؤسسات اهو عامة لا اعرفش والله لا انت حابب تبقى فيين تعرض عليك نادي جماهيري ايه في مصر دقا دي قول لي كده بعيدنا عن الزمالك والاهلي محلة الإسماعيلي الاتحاد المصري هما دولا سوان سوان أصلا جماهيري تحسي بالجماهير خلاص انه ما فيش جمهور اسسا بيجيلك هما يعني متصنفين كده انه دي عندي يا جماهيري تفرش والله لا يعني ما تفرش حسب الإدارة حسب اللعيبة اللي جاية يعني حسب هتنقل اللعيبة يعني ما فيه اللعيبة ما انت هتنقل خمستاشر واحد هتنقل بتاع تاتة اربعة مثلا لكن لازم عندك اساس كريس ومهم الإدارة ومهم لبقى ناس واقفك متعاونة فهمك سايبالك ومهم حاجة يبقى فيه امكانياتنا الدي طبعا استعلي كل الوقت بقى الدنيا كريسة بالنسبة له أحسن بكتير الشركة الرائعة اللاخت دي برضو عملت انتعاشة كتير في السوق المصري يعني بعد إذن حضرتك ونرجع نعمل مع بعض نجري فرقة كويسة جدا بس عندها مشاكل لها من إدارية فاته اللي فات بشكل كبير صندية أستقال وجابه وسياسية مضيوفان جديد أكيد هيبقى ليه شكل مختلف عنده مضش بعد شهر أو أقل من شهر مع متخاب كبير احنا عندنا فرقة كويسة مدرب كويس فإن شاء الله أحسن إن شاء الله نعمل حاجة كويسة أنا ده أين بتفاعل بحيب أتفاعل بحيبش أقعد أنقض بس إيه اللي أغباط اللي حصلت الماتشين دول اللي هم يعني اللي فاتوا لده اللي فاتوا بتوعى الأردن بتوعى الأردن يعني أنا شايف هو الأعداد ضعي بس هو بص بص يا جمال بصراح ولك حاجة لو أنت مكانه ومعندكش حاجة وجالك أي حاجة تقولون خاص عايز ألعب عايز ألعب عايز ألعب عايز ألعب بفرقتين ما هي برضو غريبة يعني عايز ألعب بصراحة دي برضو بتعتمد عليه هو هل هو يضع يلم اللي لدي في مصر وانا أنا أركز على عشرين لعيب حلاص هحكم على واحد في ماتش الأردن والليبيا مع احترامي طبعا للأردن والليبيا هو بقى دي المشكلة المشكلة إيه يا جمال المشكلة عندنا في حاجة وممتعلمهاش هبتشيل مدرب مش كابتن شاوي مسلا تمام فهبتقول عامل ايه عندك انت فيه التوقفات دولية معروفة هبتقول ايه أنا مش هجيب بقى لما يجي المدير الفني هو اللي يختار فلما يجي المدير الفني ده بيكون مسلا فاضل لك ايه شهر على أول شهرين وبعاديها مسلا بشهرين الناس المحترمة كلها والناس الجامدة جدا بيبقى عامل الانجندة سنة تمام فأنت لازم مدير ده موجود لازم كالتحاد كورة ملاش دع بقى ايه كابتشوي قاعد كبتن كمال حمزة قاعد كحازي مام قاعد انت آملي انت مش هنك حدثه مدير فني في المتحدة مفروض خليه هو يروح يرسل الناس دي وعندي في شهر 11 هنلاعب ألمانيا مش عارف ايه هنلاعب أفريقيا مش عارف يزبط هو ايه بقى جيه بقى سين جي عين جي عبد السلام هيلاقي فيه مطسط متراتب على الأقل هتبقى احسن مطسط يعني حتى لو هلاعب في أفريقيا لكن هنلاعب مثلا في شهر اتنين ده ألمانيا مثلا مهاماتس قوي تماما مش عارف ايه كلها الأفريقية لازم ايه ها عقب من حاجات بتاع الزمان دي لكن ده شغل اتحاد وشغل اللي هي الموديل الفني بتاع الاتحاد شغلته يعني محزة كبعموز مستفوزش منه دي في الكلام ده مثلا ان هو يعمل الليلة دي كلها ومفيش مجيب فلن مركز في الدورات يعني اي حدا جمال مش لازم تسيب المدارب يجي وبعد الحاجات دي كانت تبقى زمان مثلا موجودة لكن دلوقتي كل المنتخبات الكبيرة واللي صغيرها بيقام مرتب سنة مفروض فانت بتيجي بقى بقى أنا تلات سنين في الليلة دي بقى ايام برادلي بتلاقي كل التوقف عندك بتلاعب فرقة غريبة جدا ما هو ده قصدي ما فيش غير الماطشين اللي جامدين اللي لعبهم كرتنشاوي اول مزر حاجة بوسنا وهارسك وشيدي بس كده والجامايكا بس ما هو ده قصدي يعني انا يعني يعني لعيب لعب في ماتش الاردن وجاب خمس تجوان هل ده اقيمه نوع هيلعب ماتش نيجيري ما هي دي بقى المشكلة ما هي دي بقى هو الراجل بيتعامل في في المساحة بتاعت وهيعمل ايه عشان كده بقولك مشكلة ما بنتحلمش منها باننا تلات اربع سنين وهو ان الموديل فني لما بيمشي ما بيشتغلوش على المتشاط الوديغي لما بييجي واحد تاني فبييجي بقى بيتلاقي نفسك كل مرة تحط نفسك في نفسك وبعين لما يطلع بار يقولك بس المتشاطك اتوحشة جدا عسي جايبوا لي المتشاطك دي ضعيفة ما هي حلقة ماشي فيها انت ما بالاسف ما حدش بيحلها ما حش بياخد بالو منها بس انت متفاقل انا متفاقل والله بحب تفاقل بحب كل اللي قلت وده متفاقل الرسول عسيس هو لك تفاقل لهم لسه لان انا تفاقل بص بانا هو لك حاجة مفيش حاجة في حياتك يعني ايه حاجة سوى خانية وتسعين مثلا افريقيا دي محدش تفاقل بنا ولا كل ماس كدت يعني انت تطلع تسع وحالي ناس رامي وتبطل الناس كانت راحة ببطل اه وحسن حسن راح يبطل كابتن جهري راح يبطل وكابتن جهري بتشتم وبيتهاجم واحنا كل مافيش 2006 دي الناس كله عادي تهاجم حسن شهاجة او 7 او 8 واعش كله عادي عامة بقى ما خلصنا فهم ويكسب روك مافيش حد كم تفاقل عطول الناس ما تشاقموا عندنا طب ما احنا المتشاقمين كده يمكن نكسب يعني احنا ماشيين كويس يعني انا ما شوفتش موعة ماشيين في داخل على حاجة ها والناس بتقولك دي فاقة كويسة دايش ما يقولك عندك مشاكل 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 نازم يتدوك واحدة يتنجد على طول لازم كابتن حزم في نهاية لأ نهاية ليه نهاية الحلقة اه عندنا تقريب حبيب النهاية والناس اه برضو في الشارع نفس الشارع هو هو شارع طويل جدا اه هو اه اسئلة الناس هتسألها لحضرتك اه وحضرتك هتجاوب عليها التارير ونرجع للكابتن حاسي هو ليه قبل منصب مدير الكرة بنادي الزمالك في الظروف اللي فاتت دي في ظل التغييرات الكتير اللي كانت بتحصل بالنسبة للأجهزة انا عايز اعرف ايه السبب اللي خلاه يقبل مهمة مدير الكرة مع احمد حساب ميدو في الفترة دي نرجع نلكم مرة تانية مع الكابتن حازم امام ايه رائك في السؤالين في الشارع اصغر شوي افل علي الاخت شاعسد شاعسد اوه نفس السؤال انا من قلت في الخصيق الحديث ان انا عايز اشتغل الشغلنا دي وان انا مبسوط بيها وان انا دي زمالك بيتنا كلنا انت لو جالك اكيد هتوفيه تمان اه فيعني ما عنديش اجابات تانية السؤالين فيهم الحتة الاخناية مختلفين لهم واحد قال لك ان في ظل التغيرات بتاعت العجازة الفنية الكتير والتخبرت المبسوط انا عايز انا جاي والتاني قال مع احمد حساب ميدو انا جواب تعالى ميدو قلت مدارب كويس جدان وعلاقتي دي كويسة ويمكن علاقتي الانسانية اللي بينه خلاني ان انا كنت اشتغل مع ميدو اللي انا عارف هو هبقى معامل معها ازاي وهبقى عندي مساحة فنية ازاي وهشتغل ازاي موضوع الاضغارات المختلفة انا جاي وعايف ان مش اكمل اكتر شراخ شهر ونصف شهرين بتجيب وعايف كده ومتأكد وقايل كل الناس حوالي طيب اقول لك يعني ولكن مهمة تشتغل في الشهرين دولت حاول تعمل انت تستمتع بشغلك وانت تشتغل كويس انا اعتقد ان انا اشتغلت بس من حيث اشتغلت بس الناس يعني الحمد لله يعني كل اللي اتعامل معايا شايفين ان انا اشتغلت كويس بس مبسوطين بشغلي اعتقد ان عملت يعني اللي اضع عليه ما حدش اهل حازم كان وحش في الحتة اللي اشتغل فيها ودي حاجة كويسة بالنسباني في زر الظروف دي فالحمد لله على قد شيء مبسوط يعني وزي بقول لك يمكن لما خرجت من نادي الزمالك يا جمال خرجت فوق ما كنت اتخيل بشكل غير طبيعي يعني الناس اللي اتعامل اللي هي في بعد ما مشيت من نادي وكاين يعني حققت طولة الدوري او جيبت جوان اخر في الاهل مثلا او حسيتني انا عملت حاجة صعبة عاني الناس واقفة رغيره بشكل غير طبيعي وحازهم ومش عارف ايه وبتاع وحازهم زل المرادة؟ لو مرادة للا مرادة دا ما طلقت فامكن ربنا كده هان يجيه عشان يخلي الناس تاني ارجعلي تاني وارجعلي الناس تاني حس باحساس الجمالي تاني بس اشوفك يا انا كنت اشوفك كل او انت بتنور اي حتى تكون فيها يا كابتن حزب سؤالين اخرين اخي الشاح اه لا سيبك من الشارع بقى خليك هنا في القوضة اهم جون جيته في حياتك اهم اهم مش احد اهم البلنتي بتاع ساحل عاج في عازم محمد يحيى الحرية امان يصعد منتخباتك كنا بقلنا 12 سنة متلقى النص كنا بنطلع من دور الست التمانية دايما فده كان مهم جدا جدا احلى جوان جوان حلو عزمس كتير احلى جوان عزمالك طيب واحلى جوان عزمالك اسمعيدي من الجوان الحلوة اللي هو اصلا مع المنتخب مع المنتخب والله في كذا جوان حلو في البلغارية حلو في البلغارية حلو في فيه بلجيجة حلو. فيه جون بتاع المنتخب الاولمبي. اه ده عالمي ده. فيه جون جيبت ما هي متخب الاولمبي بس ما زعش المواطش ده. ده معمية متخب ايه؟ كاملاء بالاولمبي. لا كاملاء بالاولمبي. ايه الاولمبي ده؟ مامل اولمبي يعني. انا كان مواطش ناولي؟ وايدي وايدي. ده كان فيه بقى ده خسادة سكدرية عالمي نجول عالمي نعرفش جيبته الزيغة لا 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 كواجات اللي كده على أسطا مبتاشرة خدتها على صدري عاليت شوية لا خدتها على صدري شايفي واحد صدري جاي فخدتها كده وهو جاي فمن وره عدت من وره واحتواخدها بشمالي كده فوقحت لازقه في المقص كان جول من اللجوان الحلوة ما تسجلش ده الأسف ده كان يبقى عالم كان ماتشاط الودية كان زمان كان زمان الماتشاط الودية المنتخب دي كان بتبقى ناس كتير بتفرع عليها يعني كنت لعب مع الماتشاط قوية بس ما تتزعش بس يعني كان فيه ناس بتسجلها عشان نتفرع عليها وكده بس مش عالف جون ده ما تزعش بس ده من اللجوان اللي حلوة قوي طيب جون شفته عجبت جدا كان نفسك تجيب الجون ده مجوان إبراهون فيتش كلها صعبة جدا مجوانه بتلازين يعني صعبة و تعترف تجيبها دي ما بقولها صعبة عشان تبقولك نفسك تجيبها ما بقولها صعبة حاجات غريبة اللي بعملها دي اللي هي بفوق والكعب اللي عملها دي من المص اللي هي دي بعيدة بس عنده جون في أكس حاجات حاجات بتاعتك اللي هي قاعد يرقى الساعة عليش وانت بتعملها دي ساعة بس و هي صوت ويعمل اه بتاع ساعة حلو ده طب انت ده انت جدتو كتير ده حاسي اه يعني بس مش ستة يعني بتعمل واحد بس يعني انت عملت كده مورا انت جده برد جون ده عملت انت كتير عملنا هك الدياء على طول موش موريتانيا انت عملتها ومش عارفوا ايه اه الدياء على طول كنت نقولتو حلو والله جيمس اه والله الناس ما كانتش عاجبها زي مكانش عاجبهم فعلا والله طب ليه ليه يعني يعني كنت شاهل في الموضوع ده يعني ليه الناس بت يعني كانت محملة تلاتة اربعة هم اه النادي كله ليه طيب والله هو ده عفكة يعني هاتيق بعد من احنا بطلنا برضو حملوا ناس تاني يعني هاتيق نازم بقى في ناس بس ما ما فيش بر يعني فيش في العالم كله كده كنت نحازم الناس بره بتتنشأ على واحد عشان يعملو بس هو لو ابتدوا يخسروا يعملوا اله يعني مسلا روما بقى لها خمسين سنة بذي تخسر لا ما روما مش هتصنى وتوتي روما ما يتصنفش زمائكو اهل يا جمال لك ميلا وينتر ويوفي هم يتصنف زي زمائكو الاهل لان روما بيكسب دوري كل عشرة سنين مرة تمام فبالنسبة لهم برضو الموضوع مش اللي هو في لك ميلا انتر الناس دي يوفي ما حدش يصبر كتير لو قعد تخسر كتير وانت بتلعب هايزة او منك يعني روما دلوقتي بتده الناس تزوم عليه شوية رغم المواجه اللي يعني كمية ارقام خزعبالية حق المواجه اللي دلوقتي بتده يزوم عليه المطش الريفات بعد المطش الريفات وانه هو المطشات الكبيرة ما بدقاش موجود ومش عارف ايه يعني فهي بتحصل بتحصل بس احنا عندنا اه انت بتبقى متعشم اكتر عاقة بينه الجمهور بي بتبقى احسن شوية انت مش محترف انت عند النادي يعني انا عارف انك انت بطلت زهق اه وانت مشيت زهق وانا مشيت زهق يعني ما كانش الموضوع فاني انت بتبقى خلاص زي حسيت ان انت مش قادة تدي اللي انا مقيتش مستمتع بالمكان فبقيتمشي احسن فزي بقى كان المشكلة عندنا ان احنا بتبقى ولاد النادي فبتبقى عندك عشان معجون شوية وبالذات اللي عيب اللي هو التالنت الموضوع تعرفت انما انا جاي لك كورة خايف ارقص عشان حد يعني فهم الموضوع بيبقى صعب فجاءت علينا برضو السنتين الموضوع كان صعب جدا بس اقولك حاجة لما بتبطل كورة جمعين الناس ما بتنساش وتش بتوحف مين اللي عايب كويس ومين اللي كان جامد ومين اللي كان اي كلام فيعني الواحد كان ممكن ساعتها بيتضايق لكن عارف لما بطلت كده يعني بقى لهم بطل كم سنلو اتخف ثمان سينة بس الناس فاكرة وفاكرة ان انت مثلا كنت البعض وبتجيب جواني ازاي بتنيم الناس ازاي محدش بينسى التاريخ ممكن الناس تحاول تأثر في التاريخ شوية وتتكلم عليك وانت بتلعب لكن بعد كده ما تبطل بتلاقي تاريخك انت ومن ارقامك ومطشاطك غصبا انا حد اتلان ناس بتحترمك عشان انت عملت حاجة كويسة مطش الكاس فاكره طبعا فاكف قلت اللبسه كنت متوتر ان عارف ان انا مش هلعب بعد كده وبعدين ما كنتش عارف موضوع تشيب تاقي مش عارف موضوع تشيب تاقي طبعا هتحلوة بصراحة حلوة تأسرت جامد انت في المطش وبعدين اه يعني ما كنتش لاعب في يعني ما كنتش لعيب في المطش ده اه انت كنت مدير فني حاسيك نفسي كده او معكم بتكلم كتير انا فاكرة انا حتى جيت لك حتى كلمة لك احطيت اجيل يوتين مالك يعني ايه ده شوية انت مالك متعصر بالنراضة كده اه لانا كنت حاسس ان ده اخر مطش لياك فكت عايز نكسر انت كنت واخد القرار خلاص اه كنت خدت القرار خلاص اكيد يعني لان حتى اللي انت واخد القرار ممكن اكون ايه قلت هاخد شهر كده بقى اركز فيه شوية اه بس لما بعيدت ورجعت لقيت السنة الجانية مش يحصل جديد عندنا في فعل يعني مفيش حد يجيه مثلا ايه قوي شرprü معانا كباسس و العجاب شوية فاستشفيت ان الامور هتبقى كباسوب اسوة هدي انت طبعا شهلتوا الليلة باعدية اه فاصلو انا السادس المطش skip السنة اللي باعدية جديد فكونت اقول الحمد منه ان انا ان انا يعني خدت قرار فلت بقعد اللي بالتولة على تولة موضوع التشارت نفسه كان تأثرت جداً جمهور نفسه قبل المطش لأ والاعتزال وبتاع دي يعني احنا اللي كنا بنسخن والجمهور كله بيقول الحزن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى عارف دايماً بالنسبة لي بحيس بجي لحاجات في وحشة بساً يعني مطش اسماعيل كفاية او مش عارف ايه كان 3040 واحد لكن ربنا ختمها لي بمطش زي ده في نهاي كهاز مئة وعشرين الف يقول لك لأ فبحيس دايماً ربنا سبحانه وتعالى دايماً بحطيني الخير في الاخر يعني الحمد لله طيب احنا معنا صور لبعض الشخصيات وحضرتك اتعلق على الصور يلا جماعة كل حاجة في الحلقة بنلاحظ فضل كابتن محمد اقول ايه العيب كبير جداً وصديق عزيز يعني انا بس كده انا بس كده صديق عزيز جداً بركات بركات من احسن لعبة في مصر بشوف ان هو واحد من الناس اللي صعب كده ان تقارى في كرة الخدم حظه انه لعب مع ابو تريكا في نفس الوقت فابو تريكا هواخد الاضواء اكتر منه شواء لكن هو افضل اللاعبين اللي شويتها في حياتي يعني بسم مرسل بسم لعيب كويس جداً مجتهد انا شايف هيبقى واحد هيبقى يعني حاجة مهمة في كرة مصرية لو اركز في كرة بس وكده لكن انا بقول لك بص فيه لعيبة بتحس ان هي ما بتسعاش انها كن كويس انها مثلاً شايفها نفسها وما بتتعبش لا بس كان بيتمارن كويس جداً ملتزم كل حاجة بتقلب يعملها فهي مساءة وقت يعني كابتن محمود الخطير نجم مصر طبعاً من واحد ان احنا صغيرين نفسنا نكون قدوة لنا ومحافظة على الصورة دي ودي صعبة جداً في الاجواء اللي انت فيها ان يفضل نجم محافظة على نجم 120 تهين سنة صعبة جداً يا طبعاً تجانة مال كان بفرق لك ترجع زي اللي هو على طبعاً انا تجانة يعني بحبه كلعي بكورة وعلاقتي بيه ككابتنة يعني كنت بشوفه واحد من الكابات المهمين في الاجواء اللي زعب هو بنا اللي زعب مكسر 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 اعرف مع مفتاح اللعيبة اعرف المفتاح نشتغل مع اللعيبة كويس يعني يعرف منهم مش فنياً خليوا ياك في الراحة فنياً انا شافه ملعيب شكورة حلوة يعني مفيه الزمالك فيه مطارك كثيرة في الدور مكانش كويس بس بيكسب مش ممتع بعم كانش ممتع بس كان براحة يكسب مكسر مكسر محبوب محبوب وعرف تد ايه كان عظيم لما طبعاً عارف طول عمري هو ضاهر يعني هو ضاهر يعني رمز زي ما وقتلك من الزمالية. وبداية جمهور نادي الزمالك كانت ربطة محبي حمد أمان. هو من الناس اللي كان ليها برو كيف. وعواجل انا شفته بيحتار من نفسه بشكل طبيعي. وبيحتار من نادي بشكل طبيعي. وكان كير قوي حتى في في اخر وقت. ان هو تعبان. وبرضه عايز يعلق على المباراة. قوي. يابني احنا هقولك حاجة. اخدش طبعا في عارفة يعني. موضوع مش مادي يعني. ايه يوم الاربع. كان كان عمينا مطش الداخلية يوم الاربع. وهو في المستشفى. هو عنده حاجة الخميش دي بتاعته ده في التعلم. دي بالنسبة له دي مقدسة. دي الدنيا بالنسبة له. امي بقى امي الجننة الحقني عايز يروح الحلقة. وهو في المستشفى. فهو في الجوال في المستشفى عايز يروح الحلقة. لا لا بيفكر انه يطلع عشان الحلقة. يوميها الصبح كان لهم يعني بالعافية وبعد حيني عليها. اعتذر الصبح قال لهم انا مش يعني. يعني. لضغوطات. مش طبيعي بقولك في المستشفى. هم. هو كان يقول لي انا اصلاحية المشكلة مش في الحوالية والناس اللي بيطلع ده حاجة في الشهر للناس واسبوعية بيستفيدوا منها. اكي. فكان دايما عامل احسابه الحوالية بشكل جديد يعني. الله ارحم. اه كهرباء. شخصية جميلة جدا. اه. لزيز. من اللعبة اللي تحب تتكلم معها. لازم يركز. لازم يركز كورة جماعية بشكل جيد. لانه هو عنده ميزة انه قوي وسريع. اه. ومهاري لكن لوحدة كشتامل حاجة. يعني كنت بقول دايما بقول له. انت بعمل زي انا او متضيت. كنت بلعب لوحدة كتير اول. تعجي. بس. لا بس ما فيش يعني برضو. يعني لازم تفرق شوي. لازم تلعب وتباصي وترقص. اه. انه هو انا بتتكلم بتاني العلاطونية. انا اللي بان قليل. بتتكلم بتغمز. انا اللي بان قليل. ولا اعملت حاجة خالص. هل. فيه انا بشيء. ماما? اه. ماما ناسبت الكل يعني. يا رب انا اخلها لنا ان شاء الله. يا رائع. يا رب انا اه كابتن نادي ازا مالك. شيكة اه عجبني جدا 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 راجل. اه. فترة دي مختلف. اه. عجبني جدا مختلف تماما انا انت عاربش اه. اه طبعا. نموذج للكابتن من فرقة. بتكلمش خالص. في اللعب يعني. يعني يعني يوعد ما يلعبش يطلع بتاع رجل اللي بيتمارن. اه بيجمع باللعب اللي عيبته كويس. اه. عجبني جدا الانتزام. اه هو كهربة دي كتبعد ان تومشي. انا مشي نعم. طب يعني. ما عاربش والله. بس. مريبة صح? عمرام حصلت واحنا عاديم تنسيحية. تغربت من المساعة؟. انا موقف نعفزة ملعب يعني باصي مش هبا. يعني انت عاربش بس راح. بس انا بقول لك شيكة هاي. عجبني جدا جدا يعني. مستشار مورطالة منصور؟. اه بنوفق نادي يعني ان شاء الله. بوفق الناس كلها يعني. اه. هو رئيس النادي ف. يوفق النادي طبعا اكيد. اتمنى تخيل لنادي الزمانك دايما يعني. كنت انحزن في نهاية البرنامج. اه. انا عاملين لك مفاجأة. تورطة. اه. جابين لك تورطاية. عليها صورتك. الله. يا ابن الله عيبة. يا رب تعجبك. حلوة. اوي. فري الاعداد ورامي امين. رامي امين. ده لازم ناخده والحضن رامي امين. اهو. تحفة. عشان تفضل في كفة 14. كل حاجة. ورداء. والابيض. حط لابيض ورداء. انا نشيل. اول. 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 اولا كده. اه. ده علامي رامي ده. ايه رايك. ده عامي كل حاجة دي فيز يعني جايبي دي فيز ازاي ان فيه ابيض من تحت وبتاع. زي اه. عالطرفين. اه. خش على الكاميرا. خش يا جماعة. حلوة. اوي يا جماعة. ايه رايك. يا حبيب. وانا برضو راشد. علها عن. فيه? اه اه. اه. ايه صحيح. اه مش هسيبك. تاريخ ده. مش هسيبك. حلو اوي يا جماعة. اوي. ايه رايك. جدا 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 والله. حلوة قوي قوي قوي. دي يعني. اه. دي اقل حاجة نقدر. حبيب يا جمس والله. نقدمها لك. بنا خليك. حياتنا رامي. حياتنا للاعداد. وآآ. حبيبك. امين. حبيبك. تانكا حبيب. انت. آآ يعني زي ما بقولك كابت الحزم ننورتني. طبين Argenta continued. دي. ما جد ما عندهمها لك. بستيقبك انت راحت في 될ه. اه بشايا. classification. مستغفيف لي? اوه ا looped اكل. عاح. لان احلى الصوري تعميتلي. بجاد. الله عظيم. احلى الصور اللي فيها دحك كده شاكل واحدة. وعرفك اول صور هيبدأني ليه? انا دايما صوري من. صور جديدة. ستايل جديدة. كماشي عالترند برضو. انا هسيبك. وراك وراك انت عايب. اه. للوقت خلص. حبيبي. الحلقة. شكرا يا جمس جدا. وانت. انا اللي مبسوط بيك وانبسط دايما انا معك. انت وانبسط وانت لعيب كورا وانبسط بيك وانت نساء الله كده مقدم كبير. نساء الله. مسالنا الاعلى. كل حاجة. حبيبي. لاي عبدو. خبار التدريب ايه? مبسوط? لا كويس. بس صعب شوية حاجة. يعني حرق الجمي برضو. اه. لا كمان مع السن الصغير. اه. الموضوع صعب شوية. بس كويس. ان شاء الله. انا مستني بقى ما تبقى مدير فانية. وانت عارف مين المدارب معنا. معنا على طول. مش محتاجة اقول. ايه يا جماعة. شكرا كهذا. نجم مصر ونجم نادي الزمالك ونجم متخب مصر السابق ومقدم برامج كبير وامبراطور الكرة المصرية. شكرا. ومعشوق الجماهير الزمالكوية والجماهير المصرية عموما. نورتني وشرفتني. واتمنى ان يعني الحلقة تكون عجبتك. والاسئلة ما كناش دايقناك. لا يا حبيب الله. لا لا. ما تدعيش من هنا. واري الاعداد كله. مبسوط. والقناة كلها. انا مبسوط. انا انا من حضرتك ناوطا. انا مبسوطة. انا انا الناس كلها بصراحة جميلة جدا 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 مستقلال اقصر من رائع. حاسيت يعني الناس من قلبها بالمستعبال. اشتن. بصولات حبك. اه انا فضعت بالاستقلال الجميل من اول رئيس القناة على الغاية. اه يعني اصغر معدة عندك في برنامج. كلهم الناس على رأسنا من فوق وبشكرهم شكرا جزيلا وبشكرك يا جمسي شكرا جزيلا وبجد مبسوط ان انا معاك ومبسوط ان انت موجود في قناة ان شاء الله يكون بازن يكون بداية اقليك بازن. يا ربنا اخليك. 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 ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة ان شاء الله نتقابل يوم الثلاث القادم في حلقة جديدة من البرنامج في الملعب مع حمزة. هما اللي اتنين فاهمين بعض كويس ولعبوا قبل كده. وما كليش ده كسب منه كسب منه تقريبا ماتشة او بطولة. بس اللي اتنين فاهمين بعض اوي وهيعرفوا يلعبوا هنا في مصر. كان معكم احمد وعب كارينو برينامج في الملعب مع حمزة قناة الحلسي ديو. ايه رأي. انت صاحب الافلتو جديدة. جهدالكم مرة التانية بتقول ايه. الملعب مع حمزة حلو ايه صورة. في الملعب مع حمزة. ايه رأي. والصورة حلو اللي هو جو حلو. ايه رأي. كارتون ايه. اعمل شغل انت. ماشي. ده جاية هزم. انا مش هزم معك هزم معامل. طب ايه رأي في مارتينيول بقى يعني. هايل. هايل طبعا بقى. فوسو كتير جدا. اه. ما هو ده اللي كنت لسه هقول لك. عشيك هيجيبوها منين. لا او مش مش هيجيبوها منين. يعني. مبلغ ده كله. مبلغ جدا. ماشي. ما هو المبلغ. تلت اه مزانية اللعيب تجابوها في الاهل. جابوا المبلغ. خلاص. يعني. عشان هتعمل ايه في الاخر ما هو ده قصد. يعني انت في الاخر. ما كسب برضو تكسب دور افريقيا. المكسب برضو جمال اه. ايه مش رس انت في الاخر في دور المصر. اه طبعا هو بيخدش حاجة منه في الاخر بس هو اه يعني فخر يعني ان هو يكسب يعني ده. فماشي يعني. بس هو النظرية طبعا فلوسه كتير. فلوس كتير جدا. لكن الاهل بيعافي سوى يعني. لو كسب هيعافي يجيب فلوس كتير يعني. طبعا هايل. رائع. هيفرق طبعا معلقة. برضو عايز وقت. انه برضو هيقلف ويلحن كتير. اه خلاك المدربين دولة يعني هيبقى عايز تمرين وعايز اه نظام وعايز حاجات. اه مش هيلاقيها هنا. اه مش هيلاقي كله بيعامل نفس الكلام. ايلاقي بعنف يروحن طلعهم بره خلص مسلا. في ناس بتعمل كده. في ناس بتبقى بتفهم شو. زي ما كنا بيحصل معانا جميعا. فده بياخد منه وقت. لو نتاج. لو النتاج مساعتوش هيبقى لي ضغط شوية. يعني بالفلوس دي كلها وممكن النتاج ما تساعدوش. طبعا. اي اه لو كرة اصدقرة عمرها ما كانت اه عمرها ما كنت اه يعني زي الرياضة كده واحد زي واحد ساوي اثنين عمرها ما كانت محسوبة جميعا. ام. لو كانت محسوبة ما كان المعافلوس اكتر يجيب لعيبة اكتر ويكسب. ام. اه بلستر هو بطل غير الوقت اول البريمير ليج. ام. بتحتيه تشيلسي بملايين ومنشيستا سيتي بملايين وارسنر بملايين. وهو لعيف واحد مسلا في منشيستا سيتي التمنى لعيبة دي كلها لفلستر. فعمر ما كانت الكرة محسوبة بفلوس او ان انا لو جبت لعيبة او جبت حد بفلوس لها يكسب. في مصر برضو يعني. ماشي. مبلغ زمانك طبعا. مبلغ رهيبي يعني. مبلغ كتير او كبير او بس. او اغلى رجل في جيف في تاريخ مصر زي مية والتوانين الف ثيرو. نت. ولكن خلاص هم حورين انه الاهلي عنده الامكانيات. وزي او لك تسويه تسويه ناد الاهلي تسويه قوي دايما. عاملين عاملين مع الشركة واخدين فلوس كتير ما شاء الله يعني. اه اه فبس فا. لكن خلاص ببعده الاهلي بقاله فطر في حالة تغييم مداربين كتير ودي مش النادي الاهلي من زمان يعني. يعني دايما الاهلي بيقعد مدارب بيقعد الموسم كله ويكمل. دلوقتي احنا بقالنا سنتين كل سنة فيها مداربين اتنين او تلاتة. مجلس اصدارة الاهلي بقى مهزوز شوية? اه مهزوز وحظ وحش. اه يعني. مش شايفة ان المقارنة. بص هي المشكلة ان الاهلي دايما كماشي في سكة واحدة. تمام. اللي هي سكة كابتن صالح السليم الله ارحمه. وقابتن حسن حمدي. فلما ما توفى كابتن صالح ليه كابتن حسن. بنفس الشكل وبنفس نفس السيستم. فهي مشي السكة. لأول مرة يحصل ان السيستم يتغير. وان الناس دي تطلع كلها واللي كانوا بيدعمون ما نجحوش. اللي نجحوا ناس ثانيا خالص. فبالتالي بقى فيه طيارين في النادي الاهلي. لأول مرة. فبقى فيه طيار اللي هو مع الناس القديمة. والطيارب بتاع الناس الجديد. بقى برضو نفسي كان بيحصل عندنا في النادي الزمالة. ان الاودام دولة مش مبسوطين باللي بيعملوه. فابتدوا ايه? يعملوا عليهم حملات. حاسين ان الاودام عاملين ضغط عليهم. والتانيين حاسين على طول ان الناس دي مش عاجبها العجب. والضغطين علينا. وعلى طول عايزين حاجات بتاعتهم. فبقى فيه يعني كده حتى ظهرت قوي ايام امانهم جزيلة ما كان هيجي. وما جايس وحصلت انفجار. ولازم يمشوا. جماعة عامية طريقة. وعايزين جماعة عامية. وجمهور جيه وبتاع. ليه بقى اول مرة تحصل حاجات دي. عامية ما كنت شوف الكلام دي يعني. كان اللي بيتقالف مجلس ادارة كله بيقول لح اوكي. وما حدس بيتكلم. ما كنتش تعرف اصلا الاخبار ايه اللي حصل. ما كنتش تعرف الاخبار. بس الاخبار خلاص. الموضوع ده حتى لو كان كيف حسن موجود كان هيحصل لان العالم كله بقى مفيش حاجة بتستخبع. ما بقاش في موضوع بقى ان احنا اقدر نكتب على نفسنا. بوقتي في ثانية. الاول كان القرار مع اتنين تلاتة. غير كده جماعة. او المعلومة كانت مع اتنين تلاتة فبرضو. الموضوع ايه ملمون. لكن الاصدي انا اصد مسلا لو حصل خناقة في قط اللبس ولا خناقة في المال. يعني العالم كده يعرف. يعني الموضوع بتاع زمان بقى اللي هو بنخبي وكده دي. لا خلاص صعب اول صعب. صعب. لكن هي الناس صراحة في الاهلي هم مجتهدين وبيشتغل. انا شايف ان هم يعني اول سنة مسكوا كسبوا الداوي. وكسبوا وكسبوا كل فضالية. وبعين بقى كسبوا السوبر. ده في اول سنة. سايفات ما كسبوش داوي كاس. بس يعني طبعي. بس شايف ان المقارنة ظلمة شوية انه تتقارن المجلس اللي بقاله اه عشرين سنة. ما انا بقول لك هم عشان ايه? عشان يعني اصدق ان دول من وجهة نظر ان هم مظلومين برضو. اه. عليهم ضغط. عليهم ضغط. عليهم ضغط. عليهم ضغط جبير. واحد جاي كمان من موضوع الحل المجلس ده. برضو. دي اول مرة برضو نسخة عنهم يعني. اه. وكان في ناس مرحبة بالحل. ودي برضو الاول مرة تحصل من فاتها جبير. وحد برضو يطعن في انتخابات الناس اللي برضو يمدي. دي غريبة ودي يحصل حل. والناس تكون مبسوطة بالحل. دي خلي بالك. الناس كانت عايزة. خلي بالك. لما حصل حل في مجلس كابتن حسن حمدي. كل الناس يعني معارض مكان مدى ومش عايز ومحصلش. مم. لكن لما حصل هنا الحل في ناس كتيرة كانت مرحبة بالموضوع. مم. ودي برضو بيقول لك. تغير. تغير اللي حصل بسبب اللي حصل ده. طب نرجع تاني لحضرتك بقى الا يعني. اهلم بيك. اهلم سهلا. اللي غير اه وجهتك من الادارة. للتدريب. يعني انا شايف. انا هقول لك حاجة. البني ادم يعني انا بحب ايه اخد ريسك. اه. يعني احنا هنعيش ان شاء الله مهما هنعيش. ولكن ايه. انا بحبي زي ما اقوله يا ريتني كنت عملت. يا ريتني كنت اشتغلت. يا ريتني كنت اعملت. عايزة جارة. عايزة جارة. خصوصا شغلتنا يعني. ومهنتنا يعني. اه. انا شايف ان مخصطش حاجة. العكس تعلمت. اه. يكون دايس في كل حتة في النادي الزمالك. امكان ادارة. امكان اللاعب. امكان تدريب. دي حاجة كويسة. اه. اه. ايه تاني. يعني انا. اغلبية الجمهور. مش مهور الزمالك. اه. كان مقتنع ان حزم امان بعد فترة. مش بعيدة ان هو المفروض بيبقى تعيس نادي الزمالك. ايه المانع بعض? ايه المشكلة? يعني مش شايفينا في حتة المجارة. هو اللي يبسك الاضارة الفنية ممكن مبقاش رئيس نادي. لأ امني يعني مش شايفينا في حتة ان انت بقى مجارب. شايفينا. انا عندي 40 سنة. انا عندي 40 سنة للوقت. امم. ما حسبتش الحزبة دي. لا. فاضح. بص نادي انت انا بجي. اه. الواحد لو يقدمه نادي الزمالك ما تحسبهاش قوي بالعقل. ام. بتحسبها بان انت مفصوط. مفصوط انك ترجع النادي. مفصوط. يعني انا مثلا اه عقلانيا الناس كتيرتلي تسعة وتسعة 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 ونعش ونعش ونبليش. مم. بس انا كنت مبسوط. مبسوط ان انا راجع النادي وارجع التمرين وماتشاط. الاكسايتمون دي والادرينالين اللي في الجسم. اه. واللي انت تتتغل. حاجات الفكر اللي. تبقى مع اللعيبة. اه. ممكن محدش يفهم. عملت رقص في اللعيبة. اه. كباري. اه. كمان. فالحاجات دي. لما ديه كلمة مع حد هيا مش هيحسها قوي. مش هيحس. يعني هيقول لك ما هي انت تتعيش بقى في البتاع. بس هي حاجات بالنسبة لانا كحاز. ممكن الناس تانية. مهمة يعني. يعني احنا لما هيبقى اكون انا ساتسفايد وانا بقى امسوط. لما ترجع جوه. يعني لما بتخش جوه النادي. تريح المطش. تحس ان انت. يعني. حس في قوتك. حس في مكانك. اه. ان انت في بيتك. اه. اه. وكان مع الزمالك. مسلا مش معناه تاني. يعني. فانا شايف بالعكس يعني. دي احنا حمز امورة ما كان مدارب ومدير الكورة. واشتغل في كل حاجة بقى ريش النادي يعني. يعني. يعني انت بقى في دماغك لسه موضوع. طبعا. 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 مشكلة يعني. موجود في الدنيا. يعني المشكلة هو مسلا المدير فاني ده بيبقى عنده قدرات ادارية او قدرات مسلا عقلية ضيعة مسلا. ما تبقاش لا لا خالص. لا انا بكلمك كان عمتا. يعني دي مهنة. ملاش دعوة دي حاجة. ملاش معنى. على فكرة ولا انهاو. ملاش. ملاش معنى. تعتمد على البني ادم والشخص. وقدراته العقلية وقدراته الثقافية. ما تحكمش ما تعممش. يعني انا دهما مشوف التعميم غلط. انت ما تعممش كل واحد. انا غيرك وانت غيري. انت بتعرف حاجات وانا ما عارفش حاجات. مش لازو انت عشان نجحت في حاجة مانجح زيك. تمام. واحنا جاء مع بعض ناسة متراب مش مش شرط. كل واحد عند قدرات. انا دلوقتي كابتن حازم انا ماسك فرقة في الدوري. وفي انتخابات في الزمان. دلوقتي حلب. اه. في الفترة اللي جاي. اشتغل فاني دلوقتي. انا مش خش رئيس ناري دلوقتي. مش مش هتخش. بالوقتي. يعني الانتخابات اللي جاية. يعني اقرب انتخابات هتخشها هتخش رئيس. مش هتخش بقى ولا عيده. اولا ما عنديش الرؤية كبيرة اوي كده. يعني ما عنديش الرؤية كبيرة اوي كده يعني. ما بقعدش اقول اربع سين واحضر لها وبتاع. انما في الفترة دي انت يعني الموسم اللي جاي. لو جالي حاجة فنية اه. مع ميدو ولا? مش شرط. مش شرط. لو ميدو والله ما وجاتلو حاجة كويسة في نادي كويس. ممكن. وما جاتلوش وجالي انا الواحدة في حاجة كويسة ممكن اه. ايه. ايه المشكلة. بس انت اكبر من ميدو. اه. على فكرة هو الموضوع مش موضوع سنن يعني. انا عا فكرة ميدو مدعب كويسة جدا. جدا. طبعا. يعني رائع. اه. اه. هو انا دخلت ليه مع ميدو عشان ما امسكش اولي كده فنيا. انا رايح. اما ينفعش هاجز زي ما هيك امسك فني في مرة. طبعا. انا كنت عايز انزل بس الفيل ده. ابص اشتغل. اه. احروف انا وبعرف ولا ما بعرفش باعف اوجي انا وبعرفش. اصلا انت في التمرين وانت بتكلم مهم جدا. انك تبقى مقنع انت بتتكلم. اه. انت بتتكلم مع الناس. هل انت بتعرف عندك. بس حزم ما اكيد مقنع. بس في ناس كتير جمال لعيب الكورة جمدة تيجي تتكلم. مطبعش تتكلم. مش حزم ما. ماشي. يعني. لا ممكن انا بساعة الجد بصلا. يعني ما كون يكلم. يلا يا باعلي اعمل التمرين. طب يلا يا كابتن. اعمل التمرين. ايه بقى ابو. مش عام. وفين التمرين. فين التمرين. ده بقى يعني. انا انت قسيمة. طب انت خبت. انا دين داخلة دي كنت عايزها. انت خبتت حد الكورة ما فكرتش قبل كده خالص. افكرت بقى. بس لسه قدامها بعد شوية. انت ملخبطني. ليه يا ابني ملخبطك. لا ملخبطني والله. انت مش محدد للاتجاه. بصها جماعة انا هقولك حاجة. هي يعني مشكلة ان الناس في مصص بتحطيدك فهي اللي بتحددك. لا. انت اللي بيبقى مسلا ما ماسك في الاتحاد ده بيبقى يشتغل ليه مسلا. بيشتغل ايه حاجة. وممكن بقى وديه كورة. وممكن بقى لعيب كورة صح. نا منفعش. لا يعني. لعيب كورة صابق. انا قصدي سابق يعني. اه. الهيسطري يعني. اوكي. ها. فممكن تقع. يعني في ناس اشتغل. هيبقى مدير بس. اسمعني. هيبقى يا عدو مجلس إدارة. في ناس اشتغلتها يعني قصدي لعبي كورا اشتغلت الشغلانة دي امريكا. صح? اكيد. طيب. يعني ممكن نعملها. ايه المشكلة الصعبة? يا كابتل مش هينفعل اتنين في نفس الوقت. ايوة انا باكرش اتنين في نفس الوقت. اقول لك افر بس انا ما جايش حاجة السنة الجاية. تمام. هتخش الادارة. وانا مسلا مكمل في بتاع في الاعلام مسلا. ولقيت نفسي ان انا اه ما فيش حاجات في الفنيا جاية او جات لي حاجات انا مش موضع عليها. مش موضع عليها. اه وعايز اشتغل في في الحكاية دي فنيا واكون مسؤولة عن منتخب وبرضو نفس الاجواء. يعني انا شايف ان ان ما نقولش نقول ايه اصدامه دير فني او ده عايز يشتغل فني فما ينفعش بقى ده. انا بشوف ان الواحد اللي يعني اللي بيفهم. بس هو كانت انحزم. ديني بس. بس الحتة. بقول. قول. هي مش صعبة. هي مش كيمية. والله يعني هي مش بتختارها العجلة. موضوع سهل. بس احنا بنصعبها نفسنا. كادارة سهلة. سمعين. انك تعمل واحد اتنين ثلاثة. بالعكس ادارة سهلة. بس احنا بنصعبها. بمعنى. 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 بمعنى ان انت بتبقى فيه مشاكل مسلا اه في الادارة اه انت بتصعبها على نفسك ان انت اه ببقى فيه مجملات شوية. تماما. في اقتراط للجهزة الفنية. لمعاية. لناس في. شو بيحصل في. ما انا بقولك. دي مسلا. دي مسلا ممكن. ان بمعنى ان انت بتدي لناس. معندهاش قدرات اه فنية انها تدخل في الفنيات. بجيب ناس تشتغل فنية يعني. انت بتلاقي ناس ناس تتكلم في الكورة. اه وهم ملعبوش كورة مسلا. او بيبقى عن تعقدات او عن حاجات. وهم ملعبوش. وهم ملعبوش. وهم ملعبوش. وهم ملعبوش الناس بتحب ومحبة. بدخلهم في صنب وصنع قراري مين يمشي مين ما يمشيش. اه يعني مش عايز كم في بس انا شايف ان الموضوع في التحدي الكورة اسهل كمان مش اه مش زي الاندية. بالعكس ما عليكش ضغط زي الاندية. عندك منظومة مفروض كورة اي سات. وانا عندنا اتحق كورة? والله ناس انا بشوفه الناس مكتهدة. بس هما معندهمش القدرات يعني. لكن هما ناس مش فاسدين. ناس بتشتغل. عندهم اخطاء كتيرة بصراحة صعبة جدا. ان هما بيقروش. فيه ناس منهم ما بتقروش كتير بر واحد او اتنين. يعني مشاكل اللي بيحط نفسهم فيها هي سهلة او انت بتحطش نفسك فيها. لكن انت بتلاقي نفسك تحطيت لان انت مش. لو كنت قريت الصفحة دي كنت مثلا يعني مثلا نزماتش السنغال. موضوع كاس ماصر المؤتمر يتعامل ده منه. سبعتاشر مر. فيه حاجات لو انت اه يعني سهلا انت تتفادها انت اللي بيحط نفسك فيها. طيب. عايز اسألك عن اه طبعا يعني هو موضوع اه شائك. لا مش شائك هو موضوع يعني مقلم شوية اه كابتن حمادة رحيل طبعا كاتن حمادة الله يرحمه. اه اكيد اثر فيك اثر فينا كلنا ولكن كان. هدي عمليه بس كليب والحاجات دي لو اننا مش تقادر. معرفش. ربنا اخليكو بلاش. فيه تقرير عن كاتن حمادة تقرير ماشي لكن بلاش اغاني بقى والحاجات دي. طيب. نشوف التقرير ونرجع لكاتن حزن. حزن الله. رمز نادي الزمالك ورمز المصر كلها سواء كلاعب كداري كادو مجلس ادارة نائب رئيس النادي. سنة الف تسعمية تمانية وتسعين ببوركي نفسه مع المنتخب الوطني وتقلق وجعل من حسام حسن هدافا للبطولة. حقق حازم امام العديد من الانجازات على المستوى الشخصي. واحرز اهداف حاسمة بمهارات فائقة. وكان اول لاعب مصري يخبط على الملائب الايطالية بعدما انتقل الى نادي او دينيزي في صيف الف تسعمية ستة وتسعين. بعد ان تم اختياره كافضل صانع العاب في افريقيا. ونجح في الفوز بمسابقة افضل مهارات في العالم التي اقيمت في لندن برعاية شركة ببسي العالمية. بعد ان تفوق على العديد من النجوم. امثال بيكهام وكارلوس وريفالدو وفيرون. حازم امام تاريخه مشرف. لعب اكثر من سبعة وتمانين مباراة دولية خلال عشر سنوات. واحرز في مشواره الدولي مع المنتخب الاول خمستاشر هدفا. اما على مستوى المحلي فنجح السعلم الصغير مع نادي الزمالك في تسجيل اتنين وثلاثين هدفا بالدوري. وستة اهداف ببطولة جأس مصر. واثناشر هدفا بالبطولات الافريقية. اجمع عليه كل عشاق الكرة المصرية. دخل مجال الادارة ونجح في انتخابات نادي الزمالك باعلى نصبه اصوات في تاريخ النادي حتى الان. ودخل مجال الاعلام. واصبح له رواد. واخيرا دخل مجال الادارة الفنية والتدريب. ولكنه لم يحصل على فرصته كاملة. انه معشوق الجماهير كرويا واداريا واعلاميا. السعلم الصغير حازم. بجعنا لكم مرة تانية ومعانا نجم النجوم ومعشوق الجماهير كمبراطور الكورة المصرية كتن حازم امان. اعيل كده. ازاك يا جيمس. ازاك حبيبي ومبروك على البرنامج الجميل ودايما نتفوق ان شاء الله بالزلة. باشكرك. باشكر اعدادك المحترم على المقدمة الرائعة دي يعني. ده اقل حاجة كتن انت تستاهلك اكتر. وبتوفيق يا جيمس ان شاء الله هتبقى منافس قوي يعني. نفسنا في الملعب واتنفسنا في الاعلام. احنا بمبسط لما بلاقي زميلنا في الكورة يبقوا في الاعلام الرياضي لان احنا محتاجين دايما الناس كويسة والناس اللي عيبة انها تشتغل في الرياضة او اشتغل في الاعلام وانها توجه الناس اللي لعب يا جمال برضو غير اللي مارس غير اللي مارسش واللي شاف غير اللي ما شافش وبالتالي اعتقد ان شاء الله هتقدمها حاجة جديدة ان شاء الله. ربنا خليك اتحزم ودي يعني اقل حاجة ممكن نقدمها لك لان انت يعني مش درائي درائي ملايين. حبيبي يا جيمس. انت جيمس انت جيمس. اللوك الجديدة. حبيبي. اعايز نبدأ منين? اي حاجة. انا بتاعك يعني من زمان من دلوقتي من اي حاجة. نبدأ من الفترة الاخرانية الاول وبعد كده نرجع. يا عدس كتير الفقرة الاخيرة. اه اه وبعد كده نرجع بص انا عايز قولك حاجة على الفقرة الاخيرة دي. اه. بس ان بضع ايه منك اه. قولي بس اول حاجة المفاوضات بدأت ازاي بس. وبعد كده قولي بقال خالص ايام باكيتة. ام. قبل ما ايجي باكيتة على طول. ام. ترميده في الاسماعيل. لأ. ترميده مش. مش خلاص. انا متكلم قبل ما 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 ايجي به اسبوع كده يعني. ام. احصل ان باكيتة جيه. اه. اه. وحصل في كابتني محمد صاحبين جاي صح? ام. فاته قبل محمد صاحبين اه. اخبر ايه. كلمني. اصحاب متضر. كلمني قليل تعال امسك مع باكيتة. ام. اه. مدير فني باكيتا وحضارات مدربة عباة تمام فاعتذرت يعني قلت له فان ما انا ما عرفش الراجل والاجنبي مش ابقى اوخذ علي وانا عمي اشتغلت الشغال دي لازم اشتغل مع حد يكون عارفني عشان اعرف اشتغل وابق انا دي لي مساحة ودي مساحة ودي اول مرة اشتغل فلازم يبق انا حد اوخذ عليه وعرفني عشان اعرف اشتغل يعني تمام فقال لي خلاصه بتعم شافي فجيه بعد ايام اسبوع كده بتاعة اربعة ايام انا خدت في لندن ساعت تكلمني ميدو وقال لي فيه كذا 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 تمسك فريس جهاز وتشتغل مع ايام مدربة عام انا بتكلم مع ميدو عطول احنا بنتكلم يعني عايز اشتغل شغلنا دي وعايز انزل الملعب فهو كان عنده يعني الخلفية فتكلمني تاعة اربعة ايام كده بشكل كبير يعني وبعاين باعكيات تكلموني في مجلس ادارة احمد المفتدر وبتاعه وخلاص يعني اشتغل يعني انا كنت حابب الموضوع يعني بس ميدو هو اللي قاعد يعني ايه ميدو قول فكر عندي وقال لي خلاص قال لي باكيتا ماشي لو خسر المسجل اتعادل هامسك فاريتجي معايا والاسف باكيتا يعني اتعادل تايبان ماشي ده بتاع المقصة بس قبل باكيتا ما ييجي اتقال اسم الكابتن حازم المامل انه جاي مدير فني في فترة كده صح دي قبل باكيتا قبل باكيتا اتعرض عليك رسمي اتكلموا معايا ناس فيها بس مش مجلس ادارة يعني ممكن اتنين تلاتة فيهم بس بصفة شخصية يعني رعيك ايه احنا بدلا ما نجيب كنا مساعدة عادينا عشان الموضوع كنا مساعدة عادينا عشان الموضوع نجيب مديرب اجنب كنت انا اخدوني كده في اللاجنة دي فهما بيكلموا وعرضوا علي كده فانا تخضيت يعني مكنش مدد اخوانا يعني لقيت الموضوع صعب؟ مش صعب بس انا مكنش في دماغي ساعيتها الكلام يعني وبعين اعطت تلاتة اربعة يوم وبعين قلتهم انا موافق معليش مشكلة يعني لو لو انتم ملاقيتوش حد اجنبي انا ممكن اكون بس انت كنت معترض على باكيتا في الاختيارات اه مش معترض انا ما عفوش بس كنت شايف كان في كذا اسم تاني يعني قصد كان في سفيهات اقوى انا ما اخترتش باكيتا في كان في خمسة وعنا كلهم اخترت باكيتا انا ما اخترتوش وبعدين جي ميدو بس ما ما حصل لا انا اقول لك علي ده لان هو بقى تكلمني وقال لي هيحصل كذا تعالى رئيس الجهاز وفي نفس الوقت تبقى مدارب عام وتشوف هي اللغبطة بس كنت تنحزم الناس مش فهمة هو كان مدير كورا الناس مكتش فهمة مفهومة والله يعني انا رئيس الجهاز اللي هو بيقوم بمدير كورا وكل ما ياخد كورا وفي نفس الوقت انا مدارب عام صلاحيات فنية مهومة مدارب عام انا بقولك اه بصلاحيات فنية مهومة مدارب عام وصلاحيات الادارية اللي هي رئيس الجهاز طب لما دخل الكابتن اسماعيل ما دخلش كابتن اسماعيل اخل اخر ماتش كابتن اسماعيل كان مش في قطاع حاكل لها ادارية والله ده كان عندي اعتراض عليه اخر ماتش هو ماتش الاهلي اللي اعقل عليه بس كان اسماعيل يعني اه يعني الكلام كان بعد ماتش اسماعيل هيجي وعد معاكم عالدكة فوقتن لهم يعني انا شايف اه مدام هو عاجل اداري فكان في اسرار وكان هي فضل اليومين على ماتش الاهلي يعني ما حابتش بقى في مشكلة كبيرة نعملها من لا شيء لا من البداية عبدالحلم ما بص في حاجات جات كده اتعملت عبدالحلم كان مديش نعمل منك انا ماشين كويش اهيه كابتن حزن بس يعني دي كانت حاجات بتتاخد عليك ان انت رئيس الجهاز لا ما دي حاجات انا جيت والناس كان موجود الناس دي كلها كده بالشكل احنا عامينه طب عبدالحلم ميشي ليه؟ عبدالحلم ميشي لان ادارة النادي شافت ان هو عبدالحلم كان في الاول شايف انه مالوش دور تمام فعقبت معه اقنعته لأ انت هتبقى ليك دور وانت كنت مدير الكورة هو كان مدير الكورة فكانت شايف انه هو بدي بيقل من نفسه شوية او بينزل نفسه بنزل بقى مدير شوية فقط اقول لأ انا وانت عبدالحلم احنا في الاخر اه يعني اللي انت هتقوله مش ممكن هاجه يقولك لأ يعني بعد ما تعمل القرار هقولك لأ مش هنعمل القرار فمش هصغرك انا ابحليم اكيد انت بنفسه اه فقعدنا مع المشطور المرتضى كزا مرة كده هو كان ملق لأ شوية مم وبعدين جاء مرتضى قال لأ انا عادت مع ابحليم وهو واضح انه مش عايز يعني مش حبيبها فها فهاي هي جعل ناشئين تاني فكانت مع ابحليم وخلاص ونزل يعني بس وخلاص لما حضراتكم دخلت بقى جوه الملعب حلو ايه النوضوع ايه بالنسبة لك ماكد فارج علينا انت كماكد تيجي شوف لأ 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 انت كمدرب بقى يعني حازم الممش الليعب حازم الممش المدرب كنت مبسوط والله جدا وبشتغل و اه و اكسايتمنت يعني كده كويس وتبقى عايز تتكلم و عايز تعمل و عايز تشتغل اه عارف بقى تركب التمرين مع اللي شوية اللي هي الحاجات اللي صع عارفها دي اه اللي هو تركب التمرينة وبعدين مش عارف الاعداد البدني والحاجات دي ولا لسه شوية اه البدني لا يعني لا يعني انت دلوقتي اتعرض عليك دلوقتي تمسك مدير فني دلوقتي اه اه هو هي المزرعة يا جمال المدرب اللي بيعمل كل حاجة دي بطلت في العالم كله مفيش حد بيرسك التمرين من اي تو زي لكن انا هعرض معا مثلا قبل التمرين هعرض معا عرضه تاني احمل انا عايزك تعمل لي مثلا ربع ساعة بني فيهم مثلا فوت وورك فيهم زجزاج فيهم بس انا كمدير فني لازم ابقى لازم ابقى عارف هو بيعمل ايه ايه ممكن يعمل ايه مان الذاقوله و مان الذاقوله و مان الذاقوله 35 Aku pueda قلدي و مان الي بقولك انا قلدي معا اقوله vogلك انا قصدي اللي هي مستوى الحمل ايه انا قلدي انا قلدي انا قلدي انا قلدي انا final انا بقولك انا فيال اول هنتكلم معا هواتي رجل ده شغلته عارضه ما دي شو غلته يعني أي verse 7 و اجاي اتاجهش اشتغل أني دي후 دي�에서 حال حالا ديب مش هشتغل ديالوقتي طبعا انا خلاص ورجعت الل fuckedلالام السندي شوف الش crawجان معINGS komm المسم جاي اي ما كانت إنتاج قليل ناديكم في استقرار فني يا جماعة طيب لو تعرض عليك الزمالك مدير فني ما اعتقدش كل شيء وارد اه بالذاتة يعني كل شيء وارد عندك استعداد تاني تتخلو بتجمعه الزمالك مادرشه للزمالك لأ بس انا بقولك اعتقد المدرب اللي موجود ده مدرب كويس قوي تمام حرامي مشهور ممشهوش طبعا يعني وانزلش لو ما كليش بس راجل قوي جدا سيفي اه ما ينفعش يمشي يعني انا بدا يعني مثلا ممكن يتعادل الموضوعين داي برضو يا جماعة طب ما احنا جيناك سينا ربعة منشطة واربعة ومشيناه برضو النتائج كان حلوة جدا فهي انت لازل تدي احساس ان الراجل ده قاعد هو مكمل واللعيب هتبقى عارفة ان هي مكمل الناس كال بتقول ان ميدو بيقالف في ايه بيقالف في التشكيل لا لا بيقالف ولا حي لا يعني ماتش الاسماعيلي للناس كالي متعلي شوية تمام رحيل ابراهيم صلاح وانت موجود انا بالنسبة لانا شخصيا يعني مش مصدقها ما هبص برضو الكرة ساعتها جمال فجأة يعني انت ابراهيم راح اعارة كان فيه طارق وفيه احمد توفيق وفيه كوفي احمد توفيق كان موجود في الجيش ما اسماعيلي بقى ما هي بقى ما هي بتحصل ايه بقى الحوز على السيناريو انه رح طارق متعور واحمد توفيق في الجيش وكوفي مثلا يضطرد ده كان مثلا ماتش الاسماعي حظم انت الزمالك او الاهلي عندك تلاتة في نفس المكان يا جماعة تعلق تلاتة هتعمل حظك بقى السيناريو التلاتة تضربه باللعب على تلات بطولات ابراهيم صلاح أيها في مكان بس ابراهيم صلاح مش الرابع لا انا بقولك ان مش مضوع رابع مضوع ان المكان ده ما انت بتمشي الرابع حكمل بس اكمل هك طب المكان ده فيه تلاتة فيه اربعة بيلعبوا فيه تمام طارق حامد طارق حامد ابراهيم وتوفيق كوفي بيلعب ديفندر أحمد بيلعب ديفندر وريايت وباكري مين طارق وابراهيم هم الوحيدين على الدار فانت بتشوف مثلا ان ابراهيم ممكن لو طارق مش موجود هيبقى فيه توفيق هيلعب مطش يقدي مش موجود هيبقى فيه كوفي هيقدي مدام مطشي مثلا خمس ست مطشاك مطشين ثلاثة فانت بقى بقولك الحظ ان انت تلاتة تضربوا في وقت واحد فانت بقى الناس هتقولك ابراهيم صلاح فين ابراهيم انت مش انت ابراهيم صلاح مهو في اي حتة في العالم مش هيبقى ان خرب بعض ديفندرات بيلعبوا مهو ده برضو سوق حظ غير طبيعي كانوا لعبوا السنة اللي قبلها كانت الحظ مين يا بيلعب يعني الناس دي كلها كانوا لعبوا في الملعب بس كانت تلاقي ابراهيم او طارق مثلا وتوفيق بيلعب من ناحة اليمين مهو ده قصدي اكتر كوفيق بيلعب سردباك اكتر مش فيهام قصدي يعني قصدي الاتنين اللي هم الديفندرين انت شوفته في سردباك بس هو طول عمر بيلعب ديفندر انت شوفته في سردباك في مواكز جديد يكن هو أبالق 10 سنوات ديفندر يعني انت كنت موافق على رحيل ابراهيم صلاح هو بس ابراهيم لعب كويس جدا بس ابراهيم يعني هو حاس انه مش يبقى موجود هو واخد الايحاق ده من المدير الفني اه واخد من المدير الفني هو مش موجود فابتدى هو يعني يتمانمل شوية وابتدى يحس ان هو بعيد الراجل يعني العيب اساسي في منتخب مصر طيب انا بقول لك طيب اللي حصل انا ما عنديش من يعتقب انت بدوله على فكرة لا يعني هو لازل فهو حاس انه هو فاول ما جينا قال انا عايز امشي انه هو حاس انه مش موجود وبعلم قال لك لانا ممكن اعضل كده بس كان ميده فنيا شايف خلاص ان ابراهيم مش موجود في كذا وكذا وكذا ممكن يكون ده صحيح لغاية ما دي قرارات في الاخر انت بتاخد عليه كموديل فني بعد كده يعني لكن انا بقول لك اللي خلى شكل مثلا انه انه رحمت مصيب والسيناريو الغريب ده اللي هو سوق حظ رائب ما التوفيق الجيش يعني مثلا كوفي لعب مطش اسموحها ديفندر الناس قالت لك انت كوفي بيلعب ديفندر ازاي لا هو اصلا ديفندر ما انا ما اقول لك بس كوفي بقاله عشر سين بيلعب ديفندر اول ما افحته يعب سردباك لها السبب تحت اللي فاتت دي الناس قال لك هو انت جايب كوفي من سردباك يا عبد فندر بس زاي دانيسي حد هينسى يوضع عشر سين بيلعب مكان او سبع سين بيلعب مكان وهيفتك ولما لعب سردباك الاول ما افحته كان كويس ما هو لعب سردباك الطبيعي انه ده مكانه وقدف سردباك كويس ماشي انا قصدي انت لما يعدت يا جماعة مسلا كنت بتاع باس حربة وتحت رسل حربة عدت سبع سين بتاع باس حربة وانا زوجت تحت رسل حربة هتقولهم لا انا بعيني كتير ما لعبتش هتعرف تدي على قل ماتش يعني على قل دي شغط بس فهو كان مكانش موفق في الماتش ده بزات هو ده قصدي بقى ماشي طيب انت هتعمل ايه ما دي كورة يعني لكن الطبيعي في واحد زائد واحد بيسوي اتنين ان كوفي بيعافي لعبد فندر بس اللي اتاخد يعني مثلا هاجيبك انت بتلعب تحت رسل حربة بتلعب وحش مشكلتك انت مش مشكلت اللي عايبك لانت بتاعب تلعب المكان بتلعب في بقى 20 سنة اللي اتاخد على ميده في النقطة دي تحديدا ان دي تراكمات من الفترة قبل كده الله اعلم ان هو قبل كده ما كانش عايز لعب صلاح ما كانش عايز حزن مام الصغير ما كانش عايز لا لا انا مساحة ما جيت ما شفتش بصراحة الحاجات دي لا انا بكلمة بفترة انا بقولك لما انا جيت يعني ما شفتش بالعكس حازم كنا مستنينه يخف عشان يلعب مم ما عرفش يعني ما حسيتش يعني ليس كل ما يقل محايت القصة دينا حضرات كنت موافق عشان فيه اربعة لا هي كانت وجهة نظر ميدو ان هو شايف كده وانا شايف ان فيه تلاتة معاه فلما خلت فيه حتة تانية في النقطة دي ما يعني مجاش في دماغكو ان انا ابراهيم صلاح همشي الاسموحة النهاردة وبعد بكرة هيلعب قدامي ما هو كان بحيك الاتحاد الكورة ده ان انت هابتشيل مدارب مش مش كابتن شاوي مسلا تمان فبتقول عامل ايه عندك انت فيه التوقفات دي واليها معروفة مم فبتقول ايه انا مش هجيب بقى لما يجي المدير الفني هو اللي يختار فلما يجي المدير الفني ده بيكون مسلا فاضل لك ايه شهر على اول تواقش بشهرين وبعديها مسلا بشهرين الناس المحترمة كلها والناس الجامدة جدا بيبقى عامل الانجندة سنة تماني لازم كاتحاد كورة ملاش دع بقى ايه كابتشاوي قاعد كبتن كمال حمزة قاعد انت اعمل انت فشانك حدسه مدير فني في المتحاد ده مفروض خليه هو يروح يرسل الناس دي وعندي في شهر 11 هنلاعب ألمانيا مش عارف ايه هلاعب أفريقيا مش عارف يزبط هو السيسم ايه بقى جيه بقى سين هنروش علاقة بالموديل جيه عين جيه عبدالسلام هيلاقي فيه موضوعات متراتبة على الأقل هتبقى احسن موضوعات يعني حتى لو هلاعب في أفريقيا لكن هلاعب مثلا في شهر 2 ده ألمانيا مثلا مهاماتس قاوي مسبق بقى مش عارف ايه كلها الأفريقية لازم هلاعب من حياتي بتاعت زمان دي لكن ده شغل اتحاد وشغل اللي هي الموديل الفني بتاع الاتحاد شغلته يعني محل زكي محمود سيعمل يستفضوش منه دي في الكلام ده مسلا ان هو يعمل الليلة دي كلها ومفيش محمود مركز في الدورات يعني اي حدا جمال مش لازم تسيب بالمدارب يجي وبعد الحاجات دي كانت تبقى زمان مسلا موجودة لكن دلوقتي كل المنتخبات الكبيرة واللي صغيرها مرتب سنة مفروض بقى أنا تلات سنين في الليلة دي بقى ايام برادلي بتلاقي كل توقف عندك بتلاعب فرقة غريبة جدا ما هو ده قصدي يعني انا ما فيش غير ماتشين اللي جامدين لعبهم كرتنشاوي اول مزر حاجة في بوسنا وهارسك وشيدي بس كده والجامايكا بس ما هو ده قصدي يعني انا يعني ايه يعني ايه لعب في ماتش الاردن وجاب خمس تجوان هل ده اقيمه ان هو هيلعب ماتش نيجيري ما هي دي بقى المشكلة ما هي دي بقى هو الراجل بيتعامل في المساحة بتاعت وهيعمل ايه عشان كده بقول لك اه مشكلة ما بنتحلمش منها بقى لنا تلاتة اربع سنين وهو ان الموديل فني لما بيمشي ما بيشتغلوش على الماتشاط الوديغي لما بيجي واحد تاني فبيجي بقى بيتلاقي نفسك كل مرة تحط نفسك في نفسك وبعاين لما يطلع باري وقول لك بس الماتشاطك هتوحشة جدا عادي سيجعبوا لي ماتشاطك دي ضعيفة ما هي حلقة ماشي فيها انت ما بلاسف ما حالش بيحلها وماش بياخد بالو منها بس انت متفاقل انا متفاقل والله بحب التفاقل الرسول عسل هو لك تفاقله لان انا تفاقل بص بانا اقول لك حاجة مفيش حاجة في حياتك يعني ايه حاجة سيجعين وتسعين مثلا افريقيا دي ما حالش تفاقل بنا ولا كل ماش يعني انت تطلع تسعر وحالش الناس كانت راح ببطل اه محسنة راح يبطل كابتن جهري راح يبطل وكابتن جهري بيتشتم وبيتهاجم واحنا كل واكسبت مافيش 2006 دي الناس كلها عادي تهاجم حسن شهاجة او سبعة او تمانية وعاشة كلها عادي عامة بقى ما خلصتنا فاهم ويكسب رواجة مافيش حد كم يتفقى عطول الناس متشاكموا عندنا طب ما احنا المتشاعمين كده يمكن نكسب يعني احنا ماشيين كويس يعني انا شوفتش مرة مثلا دخل على حاجة ها والناس بتقولك دي فعلا كويس دايش مايقولك عندك مشاكل 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 لازم نتدوك واحدة يتنجد على طول لازم كابتن حزم في نهاية لأ نهاية ليه نهاية الحلقة عندنا تقارير حبيبي الشارع النهاية والناس برضو في الشارع نفس الشارع هو هو اه اسئلة الناس هتسألها لحضرتك وحضرتك هتجاوب عليها نطلع للتقارير ونرجع للكابتن حزم موسيقى هو ليه ابل منصب مدير الكرة بنادي الزمالك في الظروف اللي فاتت دي في ظل التغييرات الكتير اللي كانت بتحصل بالنسبة للاجهزة انا عايز اعرف ايه السبب اللي خلاه يقبل مهمة مدير الكرة مع احمد حساب ميدو في الفترة دي موسيقى نجعنا لكم مرة تانية مع الكابتن حازم امام ايه رائع في السؤالين في الشارع؟ اصفر شوي أفل علي الأخي شعسد هو نفس السؤال أنا من قلت في سياق الحديث إن عايز أشتغل الشغلانة دي وإن أنا مبسوط بيها وإن أنا دي زمالك بيتنا كلنا إنت لو جالك أكيد هتوفيها فيعني ما عنديش السؤالين فيهم حتة الأخناية مختلفين واحد قالك في ظل التغيرات تحت لأجازة الفنية الكثير والتخبرت المضايير والتاني قال مع أحمد حسام ميدي أنا جواب تعالى ميدي قلت مدارب كويس جداً وعلاقتي دي كويسة وإمكان علاقتي الإنسانية اللي بينه خلاني إن أنا كنت أشتغل مع ميدي اللي أنا عارف هو هبقى معامل معاه إزاي وهبقى عندي مساحة فنية إزاي وهشتغل إزاي موضوع الإدارات المختلفة أنا جاي وعارف إن مش هكمل أكتر شهر شهر ونص شهرين بكدير عارف كده ومتأكد يوقي لكل ناس حوالي طيب أقول لك يعني ولكن مهمة تشتغل في الشهرين دولة تحاول تعمل إنك تستمتع بشغلك وإنك تشتغل كويس أنا أعتقد إن أنا أشتغلت بس ملحيتش تستمت بس الناس يعني الحمد لله يعني كل اللي تتعامل معي شايفين إن أنا أشتغلت كويس مبسوطين بشغلي أعتقد إن عملت يعني اللي أضع عليه ما حدش أهل حازم كان وحش في الحتة اللي أشتغل فيها ما دي حاجة كويسة بالنسباني بزرور الظروف دي فالحمد لله عليكم دي شيء مبسوط يعني وزي بقول لك يمكن لما خرجت من نادي الزمالك يا جمال خرجت فوق ما كنت أتخيل بشكل غير طبيعي يعني الناس اللي تتعامل اللي هي بعد ما مشيت من نادي وكأن يعني حققت بطولة الدوري أو جبت إجوان أخر في الأهل مثلاً حاسيت إن أنا عملت حاجة صعبة يعني الناس وقفوا بشكل غير طبيعي حازم وحاشتجات ومش عارف إيه ومتاع وحازم لأ المراضي لأ المراضي لما طلقت فإمكان ربنا يدغاني يجي عشان يخلي الناس تاني ترجع لي تاني وارجع لي الناس تاني وحيس بإحساس الجماهير تاني بس بشوفك يا أنا كنت بشوفك كل يوم كنتش بشوفك أنت بتنور أي حتى تكون فيها يا كابتن حازم سؤالين أخرين أخي الشاح لا سيبك من الشارع بقى خليك هنا في القوضة أهم جون جيته في حياتك أهم؟ أهم مهمة جداً جداً أحلى جون الجوان الحلو عزامس كتير أحلى جون مع الزمالك طيب؟ طيب وأحلى جون مع الزمالك اسمعيدي من الجوان الحلوة والمحلة في السوبر برضو كان حلو أوكي مع المنتخب والله في كزا جون حلو في بلغارية حلو في بلغارية حلو في بلجيجا حلو في جون تجبت في شنرغان كده هربولي حلو في جون بتاع المنتخب الاولمبي اللي قول ده كان فيه بك دفستادة كتيريا عالمي جون عالمي نعرفش جيبتوا الزيغة لا لا الكواجات اللي كده على 18 خدتها على صدري وعاليت شوية لا يعني خدتها على صدري شايف في واحد صدري جاي فخدتها كده وهو جيه فمن وره واحتواخدها بالشمالي كده واحتلازقه في المقص نجول من اللجوان الحلوة يعني ما تسجلش ده للأسف الشيء ده كان هيبقى علم منه بسمين اللي هيسجله ده يعني كان يعني بمتشاط ودية يعني كان مع كرول لكن قبل كرول فنستايكه كان زمان المتشاط اللي ودية المنتخب دي كان بتبقى ناس كتير بتفرع عليها يعني كنت مع المتشاط قوية يعني بس ما بتتزعش بس يعني كان في ناس بتتسجلها عشان نتفرع عليها وكده بس مش عارف جون ده ما تزعش بس ده من اللجوان اللي حلوة قوي يعني طيب جون شفت وعجبك جدا كان نفسك تجيب الجون ده الجوان إبراهون فيتش كلها صعبة جدا الجوان وبتلازين يعني صعبة؟ أس انت عتقفت جبها دي؟ ما بقولك صعبة عشان كان بقولك نفس تجيبها ما بصعبة جبها الحاجات الغريبة اللي بعملها دي اللي هي فوق والكعب ما ما تشل الـ لقيكم توره اللي عملها دي من المص المالعب اللي هي دي بعيدة بس عنده جون فاكس حاجات مبتاعتك اللي هي عادة يرويها الساعدة اللي هو أنت بتعملها دي مهاش و هيسود و يعمل ما بتاع ستة حلو ده انت جدت كتير ده حاسب يعني بس مش بستة يعني كنت أعمل واشي بس يعني أنت أعملت كده مورا أنت كده برد جندا أعملت كنت كتير أعمل نهاية الديقة على طول موريتانيا أنت أعملتها ومش عارفوا إيه أهو الديقة على طول كنت أقول أنت حلو والله جمس آه والله الناس مكانش عاجبها سعيد مكانش عاجبهم فعلا والله طب ليه ليه يعني يعني كنت شايف الموضوع ده يعني ليه الناس بت كانت محملة 3-4 هم النادي كله ليه طيب والله هو ده على فكرة يعني هي بعد من احنا بطلنا برضو حمله ناس تانية هي نازم بقى فيه ناس فيه بس ما فيش يعني فيش في العالم كله كده كتنحازم الناس بره بتتنشأ على واحد عشان يعملوه بس هو لو ابتدوا يخسروا يعملوا إله يعني مسلا معروما بقى لها 50 سنة بتخسر الكتنحازم لا معروما مش هتصنى وتوتي معروما ما يتصنفش زمائك وآهل يا جمال لكا ميلا وينتر ويوفي هم يتصنف زي زمائك وآهل شواء لانه روما بيكسب دوري كل 10 سنين مرة فبالنسبة لهم برضو الموضوع مش اللي هو فيه لكا ميلا وينتر الناس دي يوفي ما حاجز يوصبر كتير لو عاد تخسر كتير وانت بتلعب حيزها ومنك يعني دلوقتي تده الناس تزوم عليه شوية رغم ان راجل يعني كمية أرقام خزعبلية يعني الناس عند الوقت تده يزوموا عليه المطش الرفات وانه هو المطش الرفات وانه هو المطش الرفات الكبيرة مابدقاش موجود ومش عارف ايه يعني بتحصل بتحصل بس احنا عندنا اه انت بتبقى متعشم اكتر العلاقة بين الجمهور بيتبقى احسن شوية انت مش محترف يعني انا عارف انك انت بطلت زهق اه اه وانت مشيت زهق وانا مشيت زهق يعني ما كانش الموضوع فاني انت بتبقى خلاص حاسيت ان انت مش قادر تده اللي انا مريدش مستمتع بالمكان فبتمشي احسن فزين بقى المشكلة عندنا ان احنا بتبقى ولاد النادي فبتبقى عندك عشان معجون شوية او بالذات اللعيب اللي هو التالنت الموجود عايز عايز مسند لا عايز مناخ كمان ايقوا عايز تحس الناس ورغ اشتافت تنزل تبدع يعني انما انا جاي اليك كرة خايف ارقص عشان حد يعني فهم الموضوع بيبقى صعب فجاءت علينا برضو السنتين الاخراميين الموضوع كان صعب جدا بس تقولك حاجة لما بتبطى كرة جمال الناس ما بتنساش وتش بتوحف مين اللي عايب كويش ومين اللي كان جامد ومين اللي كان اي كلام فيعني الواحد كان ممكن ساعتها بيتضايق لكن عايز لما بطلت كده يعني بقى لين بطل كم سنة لو اتخف ثمان سينة اوه بس الناس فاكر وفاكراك وفاكرا ان انت مثلا كنت البعفة وبتجيب جواني ازاي بتتنيم الناس ازاي ما حادش بينسى التاريخ ممكن الناس تحاول تأثر في التاريخ شوية وتتكلم عليك وانت بتلعب لكن بعد كده انا بتبطى بتلاقي تاريخك انت ومن ارقامك ومطشاطك غصبا عنها حد هتلى الناس بتاحترمك عشان انت عملت حاجة كويسة مطش الكاس فاكره؟ طبعا فاكرا قلت اللبسه انت متوتر اول مطش كنت متوتر ان عارف ان انا مش هلعب بعد كده وبعدين ما كنتش عارف موضوتش يا بتاعي مش عارف موضوتش هتحلوة بصراح انت قسرت جامد انت في المطش وبعدين ما كنتش لاعب يعني ما كنتش لعيب في المطش ده انت كنت مدير فني حاسك نفسي كده او معكم بتكلم كتير انا فاكرا انا حتى اجيت لك حتى اجيت لك حتى اجيت لك ايه ده شوية انت ملك متوتر لك كده لانا كنت حاسس ان ادي اخر مطش لياك انت كنت واخد القرار خلاص كنت اخدت القرار خلاص اكيد يعني لان حتى انت واخد القرار ممكن اكون ايه قلت هاخد شهر كده بقى اركز فيه شوية اه بس لما بعيدت ورجعت لقيت السنة الجاية مش يحصل جديد عندنا في فرع دي وانت يعني مفيش حد فيه مثلا ايه قوي يشيدي معانا كتبكوز الوبدان شوية فاستشفيت ان الامور هتبقى اسوي انت طبعا شلتوا الليلة بعدها حصلت لعنا السادس السنة اللي بعدها تقريبا فكنت بقول الحمد ان انا خدت قرار فالت بعد البطولة على طول موضوع ابتشارت نفسه كان تأثرت جدا جمهور نفسه قبل المرش لأ والاعتزال وبتاع دي يعني احنا اللي كنا بنسخن والجمهور كله بيقول الحزم الحياة اللي رب نصحنا تعالى عارف دايما بالنسبة لي بحيس بجي لحاجات في وحشة بس عندي يعني مطش اسماعيل كفاية او شعب ايه كان تلاتين اعبعين واحد كانت ان ربنا ختمها لي بمطش زي ده في نهاي كاس مئة عشرين الف يقول لك لأ فبحيس دايما ان ربنا سبحانه وتعالى دايما بحطيني الخير في الاخر يعني الحمد لله طيب احنا معنا صور بعض الشخصيات وحضرتك اتعلق على الصور يلا جماعة كل حاجة في الحلقة لنلاحظ كابتن محمد اقول ايه لعيب كبير جدا وصديق عزيز يعني انا بس كده انا بس كده صديق عزيز جدا براكات براكات من احسن لعبة في مصر بشوف ان هو واحد من الناس اللي صعب كده ان تكاره في خورة الخدم حظوا انه لعب مع ابو تريكا في نفس الوقت فابو تريكا واخد الاضواء اكتر منه شواء لكن هو افضل اللاعبين اللي شوفتها في حياتي يعني باسم مرسل باسم لعيب كويس جدا مجتهد انا شايف هايبقى واحد هايبقى يعني حاجة مهمة في الكورة مصرية هو ركز في الكورة بس مش مركز لا دلوقتي مركز ممكن كان في اول السنة ما كانش مركز بس ه teeth لا انا تعاملت معاه اه είünde� حاجة معينة لا لما راحنا بصراح بسراح كان مركز جدا قابل قابل انت نتو النريح ما اذا كانش فيه يعني انت مع هو محكاش مسلا حاجة نأه بكما المفروض ان هو مش cathar كنان مفروض ان هو مش يلعب انه هو كن دائم المزمانية job بيعمل عقود ان هو اللعب ملعبش ملعبش قدام الزمان بس هو هو مشي عشان يلعب الماتش ده عشان يروحه المنته أيوة ماتش الماتش اسموحة مع احترامي يعني زموحة ماتش التاني كله نا بس انت بتعمل اضافة للفرقة التانية اللي هي هتلعبك كما انخصوا ثلاثة الماتش اللي بعدين يعني قصدي مش انت يعني قصدي معلش معلش يا جمال بس عشان احنا الحتة دي بنوعد نتكلم فيها كتير هو اسموحة مثلا بعد كده ماتش اللي هارف ايه كيس خصر ثلاثة يعني ما بيخسر عادي وفيه براهيم يعني قصدي مش هو براهيم لايك كواس جدا ولد مؤدب ومحترم لكن مش هو اللي مسلا كان لو موجود في الاهلي كان هنكسب مسلا لانه في الاخر هو العيب نص منعب دفندر دفندر كلهم يعني بيقدوا نفس التوفيق وطارق والناس دي كلها بيقدوا نفس لما تعور طارق حامل موضوع فدي في نص الملعب يعني كنت هتبقى محتاجه هو ده قصدي ايوة هتحتاجه عارفها تحتاجه في ايه ان تلعب جنبه هو وحمد توفيق يبقى ادنوني اقوى شوية دفاعيا لكن هجوميا برضو هيبقى عندك نفس الدعف طب ما انا بقول لك هيبقى عندك نفس الدعف انت مشكلة عندك في الهجوم مش في الدفاع معظم المطشاط يعني مع كل المطشاط احنا عندنا ربع مطشاط الكوكبة بتاعت الموهوبين اللي عندنا قدام دي وعندنا مشكلة هجومية ساعة الجد انت عندك مشكلة في الزمانيك انه ما بيعبش كويس حتى احنا بنكسب لما كسبنا ربع مطشاط واربعه مطش اسموحة الوحيد اللي انا كنت راضي عنه شوط التاني نعيبنا عليه كويس بصراحة كان في ضغط وبنلعب ونمسك ده الوحيد اللي انا راضي عنه وسرعة احنا بنكسب بس وبعد ما مشينا برضو نفس الكابس ايه ايه المشكلة يعني ايه الخلل الفني المشكلة في الحتة اللي قدام دي ايه بقى اللعيبة دي مش في حالتها لسه اللعيبة لسه عندها عدم تفاهم مع بعض شوية بتقطع منهم الكوكة كتير قوي ايه بقى لهم سنة ايه انا بقولك ما ده اللي حاصل بس ده اللي حاصل يا جماعي انت بتيجي ببص هتلاقي المنطقة الامامية هتلاقي داما اللعيب كويس السنة اللي فاتت كانوا كويسين الزمالك هقولك الزمالك لعب معتشاط كويسة على عدد يعني هتلاقي لعب ارلاندو بارا كويس لعب النجم السحالي في مصر كويس لعب فرقة من المغرب هناك كويس معتشاط الداوي اللي زمالك كسبها السنة فاتت لايما بنكسب كلنا كده بنيجيب جون واندافي ايما نحفني السنة الفاتت كان كويس هوا ايما نحفني انت كويس كاعربة كان كويس جدا لا يعني قصدي البداية بس مورسة السنة الفاتت كان كويس يعني اللعبوا مع بعض بس مورجع كويس دلوقتي وماشي كويس ايما نحفني عالفكرة ماشي بشكل كويس بصفحة اللعبها الكويسة جدا الشيكابالة بيقدي بعض الأوقات كويس ولسه بس ده طبعا مشيكابال حمودي لسه بيتمارن كويس جدا لغس برضو حمودي بقولك بيتمارن بأقصى درجة بس لسه في الملعب نزل كذا ماتش لسه مش عارف يجيب كهرباء مش هو كهرباء يعني انت شايف دي من اللعيب نفسه؟ لازم اللعيبة تركز أكتر من كده شوية يعني اللعيبة ممكن هي اللعيبة كويسة جدا بص بيتمارنه كويس وملتزمين وعايزين يبقوا كويسين بس ممكن من كده ما بيأمركز وعايزي قدي كويس وعايزي يردي المدير الفني فبيروح عا فاكك يبقى عايزي لعب بسرعة فتتقطع منه الكورة يبقى عايزي يردي الناس ان هو عايز ما ينبي بيعمل كل حاجة فيبقى مش عارف يعمل حاجة هي دي انا شايف مشروية الربط دي احنا الزمالك عندنا خمس ست اللعيبة كلهم بياخدوا كورة ويجروا لكن اللعيب اللي عاملت زيك كده وزي اللعيبة اللي بتقف على كورة لا ايمن حيفني بس عشان كده ايمن مختلف شوية مش كيه بقول دايما ان احمد عيد لما كان في الزمان الكسانة فاتت من اسباب المهمة ان زمانك خدد دور لان عنده كورة بتيجي توقف وتطلع ويتغير ويطلع واحد يخش هو يكمل وليلعب دماغه بقين كلهم ريتنا سريع بقين كلهم مثلا ما بيعافيش عبط مخه بتعندك الخمسة بلاستة ما عافيش عبط مخه ما عافيش غراس حربة لوحده بس بس ودي مشكلة مثلا في الكورات العرضية لما حد بيكمل ممكن كورة شوية ازماك عايز الحتة دي حد مع ايمن حيفني اللي هو بيستلم من تحت وياخدوا كورة ويلعب يعني ايمن لما بيجي له كورة مثلا ماتش اللي فات هو بقول عامل الجليل لانه عنده الحتة دي بيوافع كورة البقين كلهم بياخدوا كورة وعايز يجري من الخط عايز يجري عايز يجري طريقة لعبهم غير ايمن حيفي طب انت كنت يعني للناس المقتنع بمايوكا لما جيه ولا الحقيق ناش نشوفه قوي يعني بس لان كويس انا ما شفتوش في الفيديو انا شفتوه لما جيه ما شفتوش طب هما الجزء ايه اختراط بقى انا ما كنتش موقع كنتش لسه جاي انا لسه جيت لعيد مايوكا خلاص بيتعقدوا معا خلاص موجود اه لا كان بيتعقدوا معا خلاص بيخلصوا في فنش فيها اه اوكي طب فيه ناس بتقول برضو ان تغيير مين الناس دي مين الناس انا واحد من الناس دي اللي بقول ايه بقى ان ممكن يكون تغيير المدربين الكتير اربك اللعيبة طبعا اكيد صحيح طبعا انت مقتنع بالموطة دي اربك اللعيبة وديهم على طول ان اي خسارة لالناس اللي بتمشي واحنا قاعدين فمحدش بيقول لنا احنا حاجة فبقى عنده هو حالة من الاحساس ان مفيش 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 عقاب مفيش عايز اقول عقاب بس مفيش محاسبة يعني لما بنخسر المدير الفني اللي يمشي ويقول لنا مدير تاني جديد بيحصل ايه زي ما احنا جينا كده قلنا لهم ايه انا نفتح صفحة جديدة وشد حلكه الصفحة تقفلت وفتح طبعا بتفتح الصفحة هم مثلا احنا احنا اول ما جينا نكسيبنا اربع متشاط اربع متشاط في الدول طب متشاط صعب يعني يعني اذا ما لك حظه حل لوقتي انه مثلا حصلت تغييره دي بس يلعب مع فرق محترم لكن اقل فنيا بكتير يعني الاتحاد في المركز مش في حالته الطبيعية الاسوان متأخر في الدوري هيلعب مع المقاولين متأخر في الدوري يعني نوعا ما شوية احنا خدنا وش القفص كله المتشاط صعب هو اربع فبقولك التغيير الجهاز ده صعب حشكيا بقولك لازم ما كليش ده يعد يعد شوية يعد حتى قصر يعني هتعمل ايه هتجيب واحد تاني هيعمل ايه بقى التاني ده مش هيلح ها يامل حاكم مش هيلح فلازم رجل ده يعد ممكن انا متأكد وهايقلف شوية وبطاع الاهلي هيقلف شوية طبيعي فالتاليف ده ممكن يخسره بس ده دور بقى المساعدين ماشي بس خلي بالك يا جمال الناس اللي جاي من الحدث بعيدة دي يعني من الحدث كويسة قوي هيبقى بيسمع بس بس اللي بيشوفه بعنيه هو اللي هيخش في دماغه لانه برضه مين دولة بتنسباله بزرط فمحترامي طبعا كلهم الناس جامدين حتى لو لا كنت انا لو لا كنت موجود معهم كان يامل نفس كلام معي اللي هو يعني اه انت بتتكلم كل حاجة بس ده هو واللي معاه هم اللي هيبقوا دايما اللي شايفينه هيعملوه فماش هياخد رأيهم اويا ممكن بقى بقى الماضش التاني الماضش الاولاني لو لا اللي هو قاله راجل البر مثلا كابتال محمد او حايم صح يبتدي يسمع له شوية فاهم طب ايه رأيك في اللي قاله الكابتال متحط عبدالله هادين اللعيبة كانت قصدة وعايزة تلشين والله متحط قاله معابيع في البرنامج اه انا قلت له متحط انت انا معرفش الكلام ده انت بتقوله ازاي فقال لي انا اعرف انا شفت ممكن يبقى فيه لعيبة مش حابة انا معرفش يسأل متحط انا معرفش لا يعني انا بسرعك بشوف ان لعيبة انا بشوف ان لعيبة يعني مش مقتنع انا بشوفك حاسم ان اللعيبة كويسة جدا وان دي قدرات لعيبة مش ان هما بيعملوا حاجة او ان هما عايزة تلشي حاجة معصودة يعني انا ده بالنسبة لي وجهة نظري متحط قال لي مثلا انا لأ كان فيه اتنين لعيبة جم قالوا لي كذا مش مقتنع لأ دي قالوله هو هو اللي شعر عليهم بس انت مش مقتنع لأ هو موقع مش حابة ميدو مثلا فيه لعيبة ممكن باش حابة ميدو بس اللي انت شفته وما حصلش الكلام ده انت شايف ان دي قدرات واللعيبة مش قصدا هو ما قالش ان فيه مؤمرة هو قالك فيه لعيبة مش حابة مثلا ميدو مش معنا كان هو يعني عشان مش حابيني مش مثلا مش 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 في حالتهم الفنية بينزلوا مثلا مش مبسوطين منه ايه اللي جاب حب ان انا باعي بس قالوا يا ابني هو هو انا اللي قلت لا هو باعي يعني دلوقتي انا ما بحبش الموديل انا بحبش الموديل انزل كرة جهالي ممكن تعمله وانت مش بحاس ان هو غلط فبتبقاش ما حضرتك كنت موجود انت شفت الكلام ده بيحصل بقولك هو ناس انا بقولك اللعيبة اللي كنت بشوفها بشوف اللعيبة بقدي شكل كويس مارن شكل كويس ولكن هو قدرات بيجي مسلا بيبقى مش موفق انا موتش انا على النفس حاجة لا مش هم انا انت في الجهاز هو انا انا هو قالك ميدون ايوه انا هقسم الجهاز فيه ناس بحبها والناس ما بحباش تبقى كلهم هيمشوا اتبقى انت بقى اسألوا تكلموا في تيفون دلوقتي تسألوا هكلموا حالة لان انا مش هالله قولت تبقى يبقى 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 هو ايه هو اللي انا بقولك انت مقتنع ما انا ما اقرأ بايه ده واحد قال حاجة عدت بتقول مثلا ان حازم كويس ايوه يا حبيبي ماشي ما انت مثلا قلت حازم كويس حاجة قولك انت مقتنع ان حازم كويس حازم بيلعب قدامي اه انا مقتنع انت حازم كويس لا مش كويس ما انا بقولك اهو انا بكلمع وجهة نساعتين ما انا قلت له سعيدة انا مش شايف هميتها هتكلم ده قال لي لا انا بقولك وانا حد جيء ما انا بقولك اه بس طب نفرق اه ما انا هارفك طبعا جدا تيجي نخرج من الزمالك شوية نريح شوية ونرجع تاني تيجي نخرج من الزمالك شوية زلو انت عايز ماشي ايه رأيك في المدارب الجديد الزمالك باب شفت خرجنا ازاي ما انا قلت لك بابجيكو ازاي الفل تمام يعني ايه رأيك اه بص انا شايف اختيار يعني يمكن لما اجيت في بفترة القورة الاولانية الى الاختيار المدارب اه لايت مكليش ده تيجي مكليش بس هو مش هيجي كان معروض في كان معروض بس كان غالي بنفس الساعة ده بس ساعتها كان مفيش فلوس يعني فقالوه لا صعب قوي فلوس هتبقى كتير فانا شاف ان هو اختر موفقة المشكلة يا جمال صدقني ان بس يكون فيه استمرارية مش موضوع مدارب صدقك والله انا اصعب حاجة اللعيب الكور انا عايز لك حاجة اه ودي حاصلت معانا مثلا بنلعب في التمرين وبنعمل تمرين على الكورس السابت اللعيبة بتلعب على منتو من كام لأ وليه تاني كده بس سابتا في ناس بتلعب زون وفي ناس تلعب منتو انت مش مدارب تمان انت بتلعب ايه احنا زون ماشي صح اي في ناس تلعب منتو من تمان فجنا انا اللعيب اخد عناية مسل تلعب مع انتمان وبتطلع. فبتطلع مع اللعيب بارك بار العرضة. بياخد اللعيب معاه. بيطلع بارك رايح معاه. تمام. فلا احنا 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 تلعب زون. في الحتة دي مسلا هتمسك لما يمشي تثيبه. ملك شو ده وانت بمكان. اه. بقولك حاجات زي كده مسلا. فده بيعمل برضو عند اللعيب انعب كده ولا لعب. كل شوية لاقي فكرة. كل شوية لاقي حد بيقول لي كلام. يعني احنا جينا لنا فكرة. فالراجل هيجي يقول حاجة. اللي قابليه هيقول حاجة. فاللي بعديك. فايجي يقول حاجة. فاللعيبة. فانا بشوف انما يكون مدرب. حتى لو متوسط. وعنده استمرارية. والناس بتحبه. وعنده ثقة في اللعيبة عندها ثقة فيها. هيبقى هيدي نتيجة كويس. الرجل ده عنده ثقة وعنده تاريخ. فبالتالي اللعيب هيبقى عارف لو ما بقاش كويس. المشكلة تبقى فيه مش في المدارب. عنده راجل ده اشتغل في حيث احسن واكبر بكتير. اه. فاللعيبة هيبقى مقتنع ان المشكلة عنده هو. اشتغل في اقوى ودارب في العالم. فبالتالي لما يجي يقول مسلا حزم وحش. ما حادش هقولك لا انت بتفهمش. فهم. زي كده مارت خطة ما حادش اقول لا انت بتفهمش. لان ده يا راجل ما اعيك صوتات انها ما تيجي انت هحسن عليه او تتكلم عليه وتقول ما بيخدل. ممكن يعني. فهو مدارب كويس. لكن الاستمرارية لي. ده المهم جدا. وده قلته في كزا حتة. مجلس ده لازم يسيبه وبقى يشتغل. لو لقد ده يتعالي ماتش جاي. ما نعطش نتكلم عليه كتير. وده ضايع وده مش عارف ايه واخد في جزء الفاضي. وده ده بقى نتكلم في الكلام يسيبه ويشتغل وياخد وقت وسنة تخلص ويشتغل ويلعب يعني. طبعا معنا تقارير. ده على طول كمه. اه يلا بينا. تقارير في رأي رأي الناس في الاتنين المدربين سواء في الزمالك او في الاهل. نطلع التقارير ونرجع لحضركم. المدرب الأجنابي النهاردة هو بيجي. هو مدرب محترف. نادي الأهلي نادي كبير. نادي الزمالك نادي كبير. حتة المدرب الأجنابي والمدرب المصري يمكن انا بس ليه وجهة نظر صغيرة. بقول ان المدرب لما بيجي بيبقى محترف. اللعب المصري بيشتغل على الحتة دي. على ان الراجل اللي شغال مع برا سياسة السواب والعقاب بتبقى كبيرة اللعب. اما بالنسبة للعب المدرب المصري النهاردة يمكن مش لاقي الحتة دي. او مش عارف يتعايش او يشتغل مع اللعب المصري في الحتة الاحترافية. انا اللي سمعت ان المدير الفني بتاع ندر الأهلي السيبي بتاعه حلو. كويس. والحمد لله يكون سابقا حلوة الأهلي. ونقدر نعمل فريق كويس. ويجيب لي رجع بطولة تانية. انا بنسمع عنه كل خير. ومدرب بعلامي. وبعدين كان بيدرب حسام غالي برا. ودرب ميد. وان شاء الله يبقى يعني خطوة حلوة للأهل ان شاء الله. بالنسبة للمدير الفني الزمالك اعتقد ان السي في بتاعه يعني هي سي في قوية. ثانيا المدرسة الانجليزية دايما بتنجح في مصر. سواء مع الأهلي أو الزمالك. اعتقد انه ممكن يعني مع مجموات اللعيبة اللي موجودة. ولو توفر له الجو والاستقرار والإدارة باعدت عنه شوية. وسببته اشتغل. ممكن يحقق الحققه ديف مكاية قبل كده مع فاروق عفر. بالنسبة يعني هنقارنه بينه وبين مارتنيول للأهلي. طبعا مارتنيول اسم كبير. واسم عالمي. بس موضوع من المدرسة الهولندية دي في مصر برضو. والكلام ده يمكن اصاره الكابتن شوبير قبل كده برضو. ان موضوع المدرسة الهولندية دي في مصر يعني بسبتهم. انا شافي النادي للأهلي اه لو كان عايز مدرب أجنبي فكان قدامه مانويل جزئي. كان ممكن يجيب مانويل جزئي. ما هو عمل طفرة مع النادي للأهلي قبل كده. ليه رايح يجيب ناس من بره تاري. وبعدين هو هل الناس اللي هو جربهم الوطنيين اللي هم مصريين. كابتن زيزو اللي هو كابتن عبدالشافي. هل هو وحش. لا هو مش وحش. والأهلي مدوش فرصته برضو. برضو بقودة الخواجة الأجنبية اللي هي بتفكلنا. الخواجة ده بيفكلنا كل حاجة. على رغم ان المصريين احسن من الناس دي بكتير. مجد بحادة الكورة. يعني مناصب كتير كازي ما قلنا معلق كبير. كنت بتاخد رأيي اكيد في حاجات كتير يا حزم صاحب. طبعا طبعا. يعني لو هو كان شايف كان شايفك فين مدرب. والله هو حضرني في موضوع الزمالك ده اول ماتش. وكان مبسوط. كان موافق يعني. وسبحان الله ان انا يعني ازاي ما قولك يمكن من الاسباب اللي ربنا داني الهام لان انا وافق. انك مسلا شغال في نادي زمالك وهو واخر ايامه اني شفت اني مانا جوا نادي زمالك. اه شغال. اه ازاي ما قولك انا يمكن اشتغلت انا كنت انا بعمل انت عارف لاني بسافر كل شوية. طبعا. الوقت ده انا كنت مفهود اكون مسافة. طبعا. اعرفت ان مصطفى نعمل عقد كزا كزا كزا. اشوف عقود اللعيبة لو في مشكلة. اشوف ها. اه حد عنده مشكلة شوف. طبعا بياخد. اه. لأ ممكن يزيد. لأ. ده هو كتير او بياخد خلاص ده لازم ممكن تخصم منه لو في عمل مشكلة كبيرة. اه. لكن اه. اه اعرف العقود طبعا كل واحد كان. بس انا مش انا اللي هعمل عقد اللي ما حد ديجي من برة. اه. دي الاضارة. الموضوع مارتين يول وابردو مايوكا اللي هو مش يهودي واسرائيلي وقصة. انا خدمة الهودي دي على فكرة برضو. المقتنع بالقصة دي. بص. انا انا ما بحبش اخش في الحاجات مش بتاع الكورة. يعني يهودي بالزات. يعني انا ما الياهودي دي انا عبنا ننزلها. يعني اصدل. مش صغيونة. بقى بالكورة. انا طبعا يعني ديس قصدي برضو عشان الناس عمات الناس هنا. يعني يعني. يعني. ناشى فاكرة ان اي واحد يهودي هو اسرائيلي او سهيوني. بقى في فرق بين السهيوني اللي هو بيستحل فلسطين وبيستحل ان هو ده يقتصب ارض حد. واليهودي فيه يهود كتير ما بيحب. مش مرضين على بتعمل السهيوني. يعني دي ديانة تانية. يعني ديانة مش تانية يعني قصدي ديانة. لكن فيها ناس يهود سهيونيين متعصرين بيعملوا اللي بيعملوا في اسرائيل في فرسطين. لكن فيه يهود كتير مش موافقين يعني. بس اعني معنا ما نعرفش مارتينيول ده مقتنى. مش اسرائيلي مش مش سهيوني يعني. هو ممكن يكون يهودي. بس اولاد ده مليانا يهودي يعني. مش كل الناس موافقة على اللي بيحصل. انا حضرت الماتش بايكس مع ميده. ببعالم اسرائيل بشجاوه بعالم اسرائيل. بس بقولك عمتا يعني. يعني قصدي ان هو ممكن يبقى كده. بس بين اليهودي اللي ممكن يكون رافض القضية تماما ومش وكاره الناس دي خالص. والسهيوني اللي هو. تغفرد ده طلع سهيوني. مالي بقى بقى. لا يعني قصدي. لو سهيوني ده حاجة طبعا. ما يعودش في مصر. اكيد يعني. مفروض يعني. صح? بس انا ما اعتقدش انه هو سهيوني يعني ما اعتقدش. الله اعلم يعني. احنا مالي الكرة بالليلة دي كلها. ما هو ده قصدي. يعني انت مختنع ان القصة دي تخش في الكرة ولا معنا. لا لا. انا بشوف الكرة. ما دم هو يعني عنده مشكلة معاك. ولا بيعملك مشاكل. اه. فهو يعني انا مالي به يعني. ما دم هو ماشي بنظم يوقيها ميانا في مصر يعني. اوكي. اه في تقرير معنا في الشارع برضو. اه. الشارع ده ما بخلصت. طويل الشارع ده. اه. الاسرائيليين واليهود والقصة والسهيون يعني اسمع. يلا. نروح نشوف التعرير ونرجع طويلة. هو بالنسبة للموضوع اللي يصير ده بتاع مايوكا. يعني موضوع ان هو اللعيب وكيله يهودي ونشوكيله. انت بتتعمل مدلواتي مع شركات عالمية بره. فكل شركة اصلا بيبقى فيها اليهودي وفيها كل الجنسيات. مع بيوصار برضو ان المدرب بتاع الاهلي برضو. انا دلوقتي موضوع الديانة دي. بالذات في الكورة اعتقد ان هي مالهاش وجود دلوقتي خلاص. بس انت حان انت تاريح تشتريته من ناد الاسرائيلي ودفعت فلوسك للنادي الاسرائيلي. ولا انت دفعت فلوسك للفرقة التانية اللي كان بيلع فيها. فالموضوع ده انا انا شايف ان هي بلبلة اصلا بتصار كل فترة كده. وملهاش اي لازمة يعني. يعني الموضوع ما فيجوش الكلام بخالص. ما لهم الوكلاء المصريين. ما ممكن اللي احنا يعني نستند لوكلاء لعيبة مصريين. وهل هو فعلا مايوكا زي بيقول جاء عن طريق. وكيل اسرائيلي اهم حاجة نتأكد. ما هو كل اللي بيقال دلوقتي حاليا انه هو كده. الله اعلم هو كده ولا مش كده. وعشان نخرج من النقطة دي طب ما احنا نهتم بالوكلاء الرياضيين المصريين. رجعنا لكم مرة تانية. ايه بقى? ايه رائد في خالد الغندور? انت اعماله. خلاص خالد قضية وانتهت. واجل اعتذر على الهوى. فبيت نسمي لي خلاص. ده يعني. خلاص مجمع هو واجل اعتذر وقال لي. يعني. علي انا يعني. على ناس كتير يعني. ما عرفش بقى. لا يعني. انا بكامس فحكت عشان كان في حصل تلاش كده بيني وبينه. وهو بعد كده. كان ليه. ما عرفش. يعني اسه. ما عرفش. والله ما عرف. بس هو عرف ان الاخ ان انا زعلت وان انا يعني قلت حتى كذا كذا. وهو راجل ما اشكرونا عمل طاقية وعمل اغنية وقال لنه صاحب وان هو بيعتذر لي. فخلاص بالنسبة لي الموضوع انا يعني تعرفتني يعني. ما عرفتني. بس يعني عصدي. وبالعكس ما حد بيقدم اليمين هادم له كل حاجة. فهو راجل اعتذر. بس انا مش عالي حاجة تاني. انا ما عرفش حاجة. ايوة يعني. يعني. ليه فجأة لا. اه ما هو ده قصدي. ما عديش تفسير. ما عديش تفسير والله. لعب مع بعض عادي ما فيش اي حاجة ما بيخسرنا على طول. يعني ما بيدفعش وتقينه وباش عافي لعب وبتاع. اه وبعدين فجأة روح شايد شطع كده في البرنامج. ما لهاش اي لازم. لا او ما لهاش لازم اياه. ما عنديش تفسير والله. معناها ايه؟ ما عرفش. انا ما عنديش تفسير. بس انا بقولك بالنسبة لي. يعني بعد ما عمل الاعتذار وبعد ما عمل الكلام ده وبعاتت لي كذا مرة. بعد ما نشيت يعني. مش وانت موجود. لا مش وانت موجود. ليه طيب مش وانت موجود. بس يعني او بعضه يعني قطر خيره يعني. ايوة. ما عرفش والله لك. انا ما عنديش تفسير. يعني هو كم استنيك تمشي. مش عادي. عشان يعتذر لك. والله مع. بس يعني موضوع غريب يعني. 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 يعني انت بعد الاعتذار ده بعد ما مشيت ولا قبل ما مشيت. ما عرفش وانت اللي بتقوله اهو. يعني انت هل ممكن تتوقع في يوم من الايام ان انا اقطع فيك. لا طبع. ففجأة تلاقيني بقطع فيك. هو عنده فكرة. بلا مبرر. هو ده عنده فكرة مثلا ان هو الزمالك. فانا الصحوب الصحوبية بالنسبة لي يعني. الزمالك يضغع عن كل حاجة. فانا بتكلمه عن حق الزمالك. فمش مشكلة يعني اجي عليك. مدام انت عشان الزمالك. اشهود فحزن مش مشكلة عشان الزمالك. هاتو عدتلي فكرة يعني. انت بتكلمنا انا. وكل بوريك هاتو معدتلي فكرة. ما هو الموضوع معاك. إيه ما انا بقولك هو اللي بيقول مشان انا مكنتش عليه. انا عملك كلمت على خالد مثلا ولا عليك. ولا عليك. احنا مش عارفينها. لأ والله احنا كنا نلعب مع بعض. هو دا قصدش. اي حاجة. عشان توضح. اي حاجة معا خير الزمضور ما. اي حاجة معا خير الزمضور. هاي. يعني تعرف يعني دايما من هاراكوب. اي ماش حاجة. ما هو دا قصدي. فانا اتخضيت من الحكاية دي. وهو اللي ما بعتلي. فبعدت له ان انا يعني متضايق وحصل وبين كذا وكذا وكذا. فلقيته هو كنت انا مسافر فلقيته هو في الحلقة بتاحته قال ان انا بعتزل الحاجة. فخلص يعني بعد ان نمشي. بس انا بقولك يعني بس انت تسوي. بس اولك حاجة انا بالنسوادي مدام هو قدم يعني متاعفة خلص. موضوع انتهى يعني. انت عارف انا وعجل قلبه بيض يعني. ما انا عارف والله. والله اعارف بس. ماجي بقى التليفون طيب يتكلم معاك. برضو انت ماجيش ايقا بحان تغالش. مسحت الالفان كلها. بس في حاجات بتبقى انت لما يجي نعبه بقوله. في حاجات بتبقى مبررة. انما ده حاجة. انا عشقية بقولك انا زعلت. لان انا بقولش ما تقولش. دايما يعني ما تقولش. بس هي النظارية انا شغال الشغلنا دي. ما انا ممكن اقول انا كمان. انا شغال الشغلنا دي. موضوع ازل. فعارف ممكن اقول ايه. وممكن ما اقولش ايه. وممكن اقول حاجة خليك شكلك كويس لو عايزة بقى خليك كويس. وممكن اخلي شكلك كويحش عايزة بشكلك كويحش. ممكن اقولك جملة بطريقتين. ممكن اسألك اسأل حد على الهوى سؤال. انا عايزة شخصية القدام ده هي رد ازاي؟ فطريقة سؤال تخليه رد ازاي؟ رد بعصبية لرد بعدو. ممكن اقولك النفس للسؤال بطريقتين. طريقة خليك شكلك كويس وطريقة خليك شكلك كويحش. فهي انا كنت زعلانه بصراحة بس خلق. بقول لك هو يعني راجل خلاص قد تأخيره على الهوى كله قال له ناسف وبعتزله فأنا قد تأخيرك خالد هقول له ايه طيب خلاص بقى يعني انا بقى حبيش اتدايق من حد وبتدايق اولى مزعى من الناس صحابي انها عاربة تبقى عيشة عمر شتائيه متاني اكتر انا عيشة عمر ياه وتبقى زكريات بقى وبتاع فبقى بقى مدايق جدا فخلاص يعني الحمد لله ان الموضوع راجل محترم يعني هو طيب شفتو في الشريعة مش اهلا طيب دلوقتي انت لو يعني لو بتنقي انت دلوقتي مدير فني هو وبتنقي من الدوري كده سيبك من الزمالك يعني خلاص طلع الزمالك والاهلي بره بره القصر تمام؟ وانا بنقي هو كابتن حزم امان طيب سمسك مين؟ طيب باش احراج يب ليه احراج ليه؟ لا يعني دي ناسة غير في الحتة دي مدفعش لا انت بتكلم يعني الفرقة دي عجباك بس مش نش تمسك حد الناس دي في ناس مسؤولين عالمها سيبك من انت تمسك احراج يقولك حالي هيقولك بقى احراج كان دا لو كنت مثلا معاقب زبان هيقولك عادي لكن الوقت بموضوع راضي بقى حساس شوية ايه الفرقة اللي عجباك دلوقتي في الدوري؟ لا سلام مش انت بتحلل المتشط طيب الفرقة اللي ادهب عجبك في الدوري لا انا عاجبني ايهاب جلال المدير الفني اللي عجبك ايه عجبني ايهاب جلال جدا يعني المقص لا ايهاب جلال ايه المقص ما هو ماسك المقص لا انا بتكلم عن المدرب مين عجبني؟ ستقولي مين عجبك مدربين يا كابتن ما هو ماسك المقص؟ انا عاجبك وواف دا ميزلو درجتان ماشي بس اشتغل كرة ما خلي بقىك اسوان مسلا ترتبها متأخرة في الجدو بس فرقة كويسة؟ وخصرت من جيش اخر اخر اسبوع ده بس عامنا مطش عالمي الناس وتلعب كرة كويسة جدا وتلعب كرة رائعة مع مدى النحاس فيه فرق تحس ان فيه مدير فني بيقولهم حاجة ممكن نتاج ما تساعدكش لعنى فكرة فيه توفيق رهيب في الكرة توفيق رهيب يعني فالمهم ان تتحس المدرب عنده حاجة ولا لأ بيقول حاجة ولا لأ بيبان فايهاب جلال باي من تليفونا بانسويف ان عنده حاجة بداية المقصة جابتهم وراجل فرقة نزل درجة تانية بس الناس عندها احساس درجة ده كويس وفعلا نعمل فرقة كويسة جدا حسان حسن مع المصري عمل فرقة كويسة جدا بس المقصة بتلعب كرة احلى شوي يعني من احسن فرقة بتلعب كرة في الدورة يعني اساعدك تبقى احسن من زمان كل اهل متشاك كتير المصري بتلعب كرة بس نوعا ما بتعتمد على قوة بدنية على التزام تكتيكين من حسن حسن لا غير الفايتن حسن بمحفظ الفرقة كابتن حسن يعني بيوقف بيلعب على اللعبات معينة اللعبات بتنفس اللي بيتقال فيه لعب بتتكرر كتير عند كرة حسن جاي دايماً اللي باك الشمال الكرة الطويلة وعلى الباك اليمين يعني باك الشمال تاع المصر احنا المنصود ده بيلعب على طول في النحية اللي فيها سعيد مراضي وعلى الباك اليمين كرة دي محفوظة الكوراني اللي على الارضة محمد مجدي ده بلخش على طول على الارضة تنجح للمدير الفني طبعاً اكيد كوراني بيلعب لرؤوف لرؤوف وعملها بدماغه يجي من تحت احمد ياسر يجي من تحت كابوريا يجي من تحت سعيد مراض بتفاعمل كتير ففيه جمل دي بقى شغل مدرب أكيد تمام فالاتنين مدربين دولا والمدرب تعواجي ده لشكله برضو مدرب كويس اللي جيد جدا يعني انت لسه برضو مش عايز تجودني على ان انت شايف نفسك فأني نادي فيه عندها كتير كويسة في مصر عنديت الشركات دي كلها عندها فيها استقرار وعندها فيها هدوء ومعادي دجلة ده رجل العامل شغل كويس جدا فيها حاجة كتير كويسة طيب نطلع تقريب الشعر لا لا سيبك من القصة دي عشان هتجاوبني برضو يعني انت نادي جماهيري ولا نادي مؤسسات اهو عام اهو لا عرفش والله يا جماه لا انت حابب تبقى فيين تعرض عليك ما دي جماهيري ايه في مصر دي قول لي كده بعيدنا عن الزمالك والاهلي المحلق الإسماعيلي الاتحاد المصري سوان سوان اصلي جماهير ما بقيتش حاجة تحسي بالجماهير خلاص انه ما فيش جمهور اساسا بجيلك هم يعني متصنفين كده ان دي عندي يا جماهير اتفرقش والله لا يعني ما تفرقش يعني حسب الاضارة حسب اللعيبة اللي جاي يعني حسب اللعيبة لا ما فيه اللعبة ما انت هتنقى خمستاشر واحد هتنقى بتاع انتات اربعة اربعة خمسة لكن لازم عندك اساس كويس ومهم الاضارة مهم ان يبقى ناس واقفة الاضارة متعاونة فهمك سعيبالك ومهم حاجة يبقى فيه امكانيات مدية طبعا اه اسمتها لي كل الوقت بقت دنيا كويسة بالنسبة له احسن بكتير الشركة الراعة اللاخت دي برضو عملت انتعاشة كتير في السوق المصري يعني مبلاش نسمع عن اللعبه كتير الليها فلوس حتى فالعديات الصغيرة يعني فتقفر موضع دي بقيت احسن بكتير يعني صحيح نخرج بفاصل بعد إذن حضرتك ونرجع ونشرم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة